لا أعود بالفوز بكأس الأمم الأفريقية لكن هناك عمل وابتهاد للوصول لهذا الهدف هذا ما قاله لوي فيتوريا مدير الفني لمنتخبنا الوطني ونحن جميعا معه ترجمة نانسي قنقر خلاص أيام قليلة ويخون منتخبنا أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية حلم واحد هدف واحد هو الوصول لكأس البطولة إن شاء الله حلمه هدف مش هيتحقق إلا بالعمل والاجتهاد والروح العالية المعتادة عمر ده ما هيتحقق بالوعود زي ما أكد فيتوريا كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا نصك في الجميع يرجعوننا إن شاء الله بكسبنا اشتركوا في القناة يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بنكرمنا في كأس الأمم القادمة ونرجع بكأس البطولة ما هو منتخب مصر ما ينفعش يعمل حاجة غير إنه ياخد كأس البطولة ما ينفعش نقول نوصل لسيمي فاينر ما ينفعش نقول نوصل للنهائي البطولة دي بتاعتنا إحنا إن شاء الله بإذن الله اللي نكسبها بس ده هيحصل لما نشتغل كويس لما نجتهد كويس كلنا 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 ده معناها إيه؟ معناها مش بس لعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر كلنا دي معناها إحنا كم الناس بتشتغل في الإعلام حضرتك كمشجع لمنتخب مصر ومساند دي كل المنظومة الرياضية المصرية تكون دفع مهم وبتدفع لمنتخبنا الوطني للأمام إن شاء الله إنه يرجع بكأس البطولة مبارح أنا مكتش مع حضراتكم وفي نقطة مهمة جدا حصلت وحابب أعلق عليها المؤتمر بتاع روي فيتوريا قبل مباراة مصر أو بعد مباراة مصر وتنزانيا راجل يتكلم عن فكرة إنه ما يقدرش يوعد بالفوز بكأس الأم الأفريقية قال كده قبل كده وهو بيعلن قائمة المنتخب وأكد على ده وبصراحة شديدة جدا أنا بقيده تأييد كامل كامل ليه؟ طبيعي إن المدرب بتاع منتخب بتاع فريق بيعمل إيه؟ بيشتغل بيكتهد بيتعب بيحط تشكيلته بيحط خطة اللعب عشان فرقته أو المنتخب يكسب بس يا جماعة فيه نقطة في منتهى الأهمية وهي بصراحة حاجة من المسلمات كمان يعني مش اللي أنا هقولك سر دلوقتي إن أنت مش بتلعب لوحدك أنت مش بتلعب لوحدك تلعب قدام منافسين ومنافسين كبار ومنافسين مهمين ومنافسين صعبين ومنافسين عندهم نفس الطموحات المغرب والسنغال وكودفوار والجزائر وغانا ونيجاريا وكل المنتخبات الكبيرة دي عندها نفس الهدف بتاعك وهو الفوز بكأس الوهم الأفريقية أنت بتتعب وبتكتهد وزي ما قال روي فيتوريا أنت ما عليكش غير أنك تكتهد وتتعب بس ما ينفعش أبداً أي مدرب في العالم يوعد وهجيب لكم بعض لحظات إزاي مدربين في العالم بيب جورديولا جوزي مورينيو يورجان كلوب أنشلوتي كل مدربين العالم كلهم ما وعدوش قبل كده ببطولة ودول أكبر مدربين في العالم فإزاي مستنين من روي فيتوريا لو وعد ببطولة أنا أشك فيه وأقول إن ده مش مدرب كبير إلا ونأخد مداخلة مهمة جداً مع الشخص المهزب المحترم أستاذ خالد درندالي نائب رئيس الاتحاد المصر لكوات القدم ورئيس بعثة منتخبنا إن شاء الله فيه كودفوار ويرجع بإذن الله بكاسر بطولة مع المنتخب أستاذ خالد مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معي أستاذ خير يا كبت الكريم وكل سلامة طيب أستاذ مشاهدين بخير يا رب وحضرتك طيب وبخير أنا بالمناسبة عشان حراك دخلت معي وأنا بتكلم في هذه الجزئية وهي جزئية مهمة كمان حراك كما سأقول تأكد عليها بعض الناس لامت عروي فيتوريا إنه ما وعدش بالفوز بالبطولة وأنا كنت لسه بقول إن ده مش منطق إنه أي مدرب يوعد ببطولة قبل ما يروح للعرها عشان إحنا بنلعب في أجواء التنافسية والطبيعي إن إحنا المنافسين بتوعنا كمان عندهم نفس الهدف رأيك إيه في الكلام ده بوصة كمان الكريم هو أي واحد رايح يلعب في بطولة كبيرة ذي المصولة دي بيبقى هدفه بتعهيل اللقاء صحيح فيه فرق ما هياش أد هذا الإنجاز أو هد هذا الطموط لأنها إمكانياتها تاريخها إمكانيات لعبتها لا تؤهلها لكذ ولكن إحنا الحمد لله إن إحنا بتاريخنا بواقعنا بإمكانياتنا بإمكانيات لعبينا بإمكانيات أجهزة فنية وطبية إحنا الحمد لله عندنا اللي وهيلنا اللي حصول على هذا اللقاء عزيزي أولا إحنا السنة اللي فاتت يمكن أو الدوزخة اللي فاتت إحنا كنا الأقرب إلى تحقيق هذا اللقاء ومرنا بمشوار كبير جدا للوصول النهائي يعني بما فيهم المغرب فوزنا عليها الكاميرون على عرضها كودفور نفسها كسبناها وصلنا للنهائي مع السمران وخسرنا بضربات جزائفة دي طبعا حاجة ما هيش يعني بعيدة عن نحن كنا نحق اللقاء نرجع نقول كمان إن ظروفنا الحمد لله المرة دي يا رب تكون هي فعلا أحسن اللعيبة فيه تناغم بينهم اللعيبة أسقلت في خلال السنة اللي فاتت ما بين أداء في أمديتها جوة مصر أو بر مصر لعبين محلين أو لعبين دوليين اللعبين فيه تناغم بينهم إن هم احتكوا مع بعض بفرق كبيرة في المتخبات معسكرات أكثر من السنة اللي فاتت كانوا لسه السنة اللي فاتت لسه الأمور ما كانش فيه الفترة اللي هم يقضوا على بعض فيها سنة دي اللعيبة فيه خبر أكتر فيه تناغم أكتر فيه احتكاك مع بعض الإمكانيات اللي وطفرها الدولة إمكانيات كبيرة جدا من خلال وزارة الشباب من خلال اللي رعاه اللي دخلوا من خلال اتحاد الكورة نفسه الحمد لله إن إحنا إدنا نلبي الطلبات كل الجهازة فنية وجهازة طبية وجهازة جياري اختيارنا لمدرب زي بيسترول الفيتوريا ومعاونيه اختيار جيد جدا واختيار ممتاز صح فده كل الأوامل دي حتى لو جينا نقول المعذكر الحالي المعذكر الحالي اختيار العاصمة الإدارية كمكان المعذكر اختيار موفق جدا مش عايز أقولك إن العيبة سعدة جدا المدرب سعيد إن فيه تركيز فيه فندق على أعلى مستوى بالمناسبة أنا مش عايز أعطعك بس بممناسبة ساعات اللاعبين والروح المعنوية المرتفعة عيس حالك بار تقولي تأثير زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي من ألن تسجلي لك آه من ألن تسجلي لك لا دي ما تسألش كده دي عايزها بساعة وحدها دي وقتها ورديها أنا بكلمك على إن إحنا معذكر العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس ممثل طبعا للدولة في العاصمة الإدارية الإمكانيات الوفرها لنا الاتساعدات اللي عملها لنا التليفون اللي ما بيسكوتش منه على المعذكر محتاج حاجة فيه كذا الملعب محتاج حاجة جينا بعد كل ده بقى يجي بعد كل اللي حابة نقول ده يجي بقى الدعم الكبير أو يبقى النساة الرئيس إن فيه بنفسه يجي ويتطمن على الفريق ويقف معاهم ويدي مساحة من الوقت ويبقى فيه حوار على يعني روح عالية جدا من أب لأبنائه حقيقة جد إحنا بنقول حاجة واقعية ما بنقولش ما بنبلغش لا ده المرضود اللي كان عند اللعيبة كلهم ده المرضود اللي عند الجهاز الثاني وجداري حتى الأجانب اللي كانوا في الجهاز الثاني مش عايز أقولك سعابيتهم قدريه كل ده جدي دفع البيلة جدا 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 إن الناس دي فعلا لها دعم البيلة لها طموحات لازم يوصلوا للنهاية ويأخذوا بطولة عشان يساعدوا الشعب المصري وفعلا الدعم لا يكون جاه عن استحقاق بجانب بقى طبعا محمد صلاح كقائد لهذا الفريق محمد صلاح مدي دفع البيلة جدا محمد صلاح بغيه بجانب إن هو لاعب عالمي ومن أحسن أو يعني أعتبر أحسن لعيب كورة في العالم نحن نقول بقى إن هو قيادة بارع وقيادي محمد إن الناس فعلا لما تشوفه هو بيتعامل مع اللعيبة بيتعامل مع المدرب المدرب بيدي له التوجيهات اللعيبة من خلاله أسلوبه مع اللعيبة هو بيتعامل معهم اللي بتحسن اللعيبة مدياء وضعه مدياء حقه كنجم كبير وكقائد لهم كل العوامل دي أنا عايز أقولك الناس عندها إصرار لهذا الإنجاز إن شاء الله مع إسعاد لكل المصيرين بإذن الله إن شاء الله نرجع متواجين باللقب بإذن الله عظيم جدا طيب قبل ما نروح إن شاء الله لي كاس الأهم الأفريقية حراك طبعا طبعا سمعت كلام كتير عن مكافئات متأخرة للعبين واللعبين لسه اليوم مستحقات عن مباريات سابقة هل أمور دي تسوّت هل في كمان دا عديد الكلام دا كله كلام دا كله لا لا الكلام دا كله اللعيبة صرفة كل حاجة إذا كان لسه فيه حاجة صرفة مليومين ثلاثة فدي المكافئات بتاعة مباراة الجزائر جزء في المكافئة إضافية في مباراة جزائر يعني مباراة جزائر صرفت فيه مكافئة إضافية غير إنها المكافئة اللايحة دي حياة غير اللايحة كانت اتوعدوا بيها وكانت لسه هما نفسهم قدموا الأوراق بتاع السكورشيت والحاجات دي إنما طبعا كله صرف وآخر حاجة بفضلة بكرة هتصرف يعني لا لا بالعكس الاتحاد مش بخلي أي حاجة ولا دعم مادي ولا مستحقات ولا يعني أي حاجة بنطلبوها كلها مندرفزها عظيم أستاذ خالد هل في خطة لسفر جماهير مصري المسند المنتخب في المباراة اللي حاكم من المباراة الأولى ولا لسه ما فيش خطة في هذا الأمر بص إحنا كاتحاد كورة مش طبعا يهمنا وده جاي الخريك عليه طبعا إنما إحنا تركزنا كله وفي المؤسكر وفي اللعيبة وفي استعدادات للسفر والإقامة هناك والتدريب وكل الحاجات دي بل إحنا إنما طبعا فيه جهات تانية حتطلع زي اللي حصل المسخة اللي فاتت فيه جهات حتطلع طيرات فيه جال أعمال حيبقوا ودعمين لهذا المنتخب من خلال طيرات هتطلع عليها مشجعين في نفس الوقت سيد السفير المصري في كودفور هو بيتابعني يوميا على أساس إن فيه ألف من الجلال مصرية إحنا بدأت تبلوهم فضرهم بتذاكر لأن طبعا دول حيبقوا لهم تأتي جميل برضو كألف ألف مصري يعني يعني مئة ألف أي واحد واحد بس كمان يفرهم طبعا كل ده مترتب وإحنا بس بالقول طبعا هي حتة رجال أعمال بقى يعني كل واحد كده يقدر يطلع طيارة يبقى دي حاجة طبعا جليلة لمصر ونتخب مصر ومؤذرة حلوة يعني وده المفهود يتعابل أستاذ خالد أتمنى لك يا رب كل التوفيق مع بعسد منتخبنا لو أنهر في كالسلومة الأفريقية وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ خالد طرندلي نهاي برئيس الاتحاد المصر للكرة القدم ورئيس بعسد منتخبنا في كاس الأهم الأفريقية في كود دي بوار طيب تعالي بس على اللي قتبرو لك قبل مداخلة أستاذ خالد وبعد كده حاجة معينة روي فيتوريا هو بيعلق على السؤال اللي تسأله هلتعد بالفوز بكاس الأهم الأفريقية ولا لا نسمع رضي فيتوريا ونرجع نكمل ولكن أنا نهاردا موجود وأقول أنا أبل كده فست بالعقاب كتيرا وكل العقاب لأنا فست فيها لا أستم بيها بس بالوعود فست بيها بالعمل كنت أفل الحديث عن الوعود ولكن أنا أعيبكو أو أن أخيش هنا أو أن أتبو كبكذا وكذا لكن أن أتبو كبكو وإنت عزيز طموح ومنها هنوصل إن شاء الله وأكيد طبعاً نحن لازم نكونونتوا واسكين فينا واسكين في العمل اللي احنا بنقديه وفوق كل ده برضو في توفيع ربنا اللي هو بيساعدنا في ان احنا نوصل لأهداف كلام منطقي وساليم 100% بص لو انت متخيل عشان احنا منتخم مصر فلازم مداري منتخم مصر يعد بيكاسر الوام الأفريقية تبقى غلطان ليه؟ من ايام كابتن محمود الجهري فاكرين طبعاً القصة الشهيرة بتاعت بطولة 98 لما كابتن محمود الجهري قال إن احنا تصنيف التلاتاشر بين منتخبات أفريقيا وطبيعاً نبقى الترتيب رقم 13 في الفوز بطولة أفريقيا وراء خد البطولة ده له أهداف واللي بيقول له فيتوريا ده له أهداف إنك بترفع الضغوط على لعبتك طيب هلوه فيتوريا بس اللي عمل كده؟ لا مين المفروض على الورق يبقى أبرز مرشح لكاسر الوام الأفريقية؟ سيبك إن احنا مصريين وعندنا أمل وعارفين إن مصر كبيرة ومنتخب مصر رائع أولي يكسب البطولة بس مين المنتخب اللي الناس بره هيقول لك هو المرشح الأول لكاسر الوام الأفريقية؟ بلاش إحنا؟ المغرب لسه بخلص رابع كاسر عالم فطبيعي المفروض يعني مدربهم وليد الرجراجي يطلع يقول إيه؟ إحنا رايحين ناخد كاسر الوام الأفريقية وليد الرجراجي في المؤتمر الصحفي بتاع إعلام قائمة منتخب المغرب لكاسر الوام الأفريقية تفتكروا قال إيه؟ قالك المغرب مش مرشحة لكاسر الوام الأفريقية مش مرشحة للفوز بكاسر الوام الأفريقية ولو أنا هرشح حد يكسب كاسر الوام الأفريقية أرشح مين؟ رشع منتخب مصر والجزائل والمنتخب الناجيري يا جدع ده انت رابع العالم بس هو زكاء تصريحات وطبيع الرأي هياخد البطولة عايز هياخد البطولة بس ما يقولش كده عن نفسه جمال بالماضي مدرب الجزائل نفس الكلام احنا مش مرشحين للفوس بالبطولة بلاش سيب اجبا من كل دول مين يا جماعة اسطورة كرة القدم على مر التاريخ ليونيل ميسي في كاس العالم قال انا مش بوعد الجمهور ان احنا ناخد كاس العالم لكن اقدر اوعدهم ان احنا نقاتل ونبذل اقصى جهد لاسعادهم ولازم نفضل طول الوقت نشتغل من اجلهم ليونيل ميسي طبيعي بقى انا ليونيل ميسي داخل بطولة هكسبها بلاش ليونيل ميسي اعظم مدرب في العالم بيب جوارديولا لما راح منشستر سيتي اول حاجة قال لهم ايه انا ما بوعدش بالالقاب انا اصلا طول حياتي ما وعدتش بالالقاب سواء في برشلونة او بايرميونيخ انا مش بوعد بالالقاب بوعد بس بالعمل بالعمل للجمهور وانه نشتغل وافضل طول الوقت فخور بفريقه مين ده بيب جوارديولا وعد لا حط بيب جوارديولا على جنب يورجان كلوب بقى مع صلاح ومع مانيه قبل كده ومع فرمينيو ودلوقتي مع دياز ونونيز ومع فرقه يعني تمام قال لك ايه قال لك احنا هنشتغل على الموسم ده هنشتغل بقوة في الدول الأوروبي وهنحاول نعمل نتائج جيدة لكن ما اقدر شوعد الجمهور ان احنا هنبقى موجودين في النهاج احنا بنركز في مباراة بعد مباراة ده مين يورجان كلوب حط ده على جنب شو ما اجيب لك مين ميسي وجوارديولا وكلوب لحد الوقت تعال بقى على مين شافي هرناندز مدرب برشلونة انت بتدرب برشلونة بقى قال لك ايه قال لك الفوز بالالقاب بامر صعب احنا بننافس دايما ريال مدريد ولكن هنعمل كل المجهود الممكن عشان نعرف ناخد بطولات ولازم نكون وقعية ده بيدرب مين برشلونة جوزي مورينيو في بعد جوزي مورينيو فيش بعد كده جوزي مورينيو جوزي مورينيو لما راح إيس روما قال بوعد جمهور روما ان احنا نقدم اللي يخليهم فخورين بنا لكن ما قدرش هوعدهم بالالقاب كل مدربين في العالم بيقولوا كده اكبر مدربين العالم اللي معاهم كل الامكانات اللي في الدنيا مايقدروش يقولوا ان احنا هنكسب بطولة هنكسب اكيد بنحاول بس طيب دي الحكاية ما امشي تقول عليكم نهار ده عشان عندنا النهار ده فقرات كثيرة بس يا جماعة رفقا بالمنتخب ونسنده وندعمه ومنمسكش على واحد الراجل كان متنرفز وهو بيتكلم بيرد المرة التانية ما هو ما فيش كده برضه ما فيش حد يطلب من حده ان يوعده ببطولة ما ينفعش مش بتلعب مع نفسك انت بتلعب مع المنافسين عندهم نفس الرغبة ودي كورة فيها تفاصيل صغيرة جدا فيها توفيق مع كاس العالم اللي فات ده لو بالوعود كنا ندرى نقول ايه فرنسا اكيد هتكسب كاس العالم مش شرط تفهم مش تقوله ابدا البرازيل مش توصل للنهائي مش شرط ماشي النادي الاهلي عن طريق امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي اللي هي شركة الكورة اعلن منذ ساعات قليلة جدا تعاقد النادي مع الفلسطيني المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي وسام ابو علي لاعب سيريس السويدي هينضم للفريق في الانتقالات الحالية الانتقالات الشتوية بعد الاتفاق مع اللاعب والحصول على توقيع والاتفاق معنا دي على كل التفاصيل التفاصيل المالية النادي الاهلي هيدفع للنادي السويدي اتنين مليون دولار ونسبة اعادة بيع 15% نادي السرس السويدي دي التفاصيل التعاقدية بالنسبة للنادي طيب بالنسبة لللاعب موقف اللاعب هياخد كام من النادي الاهلي اللاعب حتى هذه اللحظة هياخد مليون ومئة ألف دولار في الموسم الواحد هيبقى التعاقد أربع مواسم ونصف نصف التاني من الموسم الحالي واربع مواسم بعد كده طيب اللي جاي ده بقى شوية تفاصيل خاصة لرقم 10 اللي جاي ده مهم جدا كم سؤال كده هجاوبلك عليهم مهمين بعد ما سمعت الإجابات دي من النادي الاهلي يعني مش من عندي هي السئلة مطروحة روحت طرحتها على النادي الاهلي فالنادي الاهلي قال لي الأجوبة دي طيب أول سؤال هل اللاعب ده اللي هو وسام أبو علي يعاني من مشكلة في القلب عشان هو وقع في مباراة في الدنمرك قبل كده لما كان بيلعب في الدنمرك لسه ويع على الأرض وكان عنده مشكلة وراح بسببها المستشفى طيب قالوا لي في النادي الاهلي نصا كده إحنا تأكدنا إن اللاعب ما عندوش أي مشكلة في القلب وإحنا اطلعنا على كل الكشفات الطبية اللي عملها نادي السيريس السويدي لما ضم اللاعب من الدنمرك وما فيش أي مشكلة في القلب قلت لهم إيه القصة دي كانوا الناس كاتبين في الدنمرك إنه هو عنده أزمة قلبية قال لا مسؤول النادي الاهلي قال لي لا القصة ما كانتش كده القصة بعد ما تأكدوا منها النادي الاهلي إنه اللاعب وقع بعد الحكاية بتاعة إيركسن فاكرين كريستان إيركسن مع المنتخب الدنمركي في كاس الأوروبية لما وقع بأزمة قلبية وقلبه توقف فبعدها على طول وسام أبو علي حصله نفس القصة في الدورة لدنمركي فالناس ربطت إنه إيه ده حصله زي إيركسن بس هو ما كانش عنده نفس القصة قلبه لم يتوقف هو نبضات قلبه علية فاللاعب أغمى عليه فنقلوا المستشفى طبعا بعد كده عملوله حاجة يعني علاج وقاعد فترة نقاها طويلة شوية بس ما كانش عنده أزمة قلبية ما كانش عنده توقف في عضلة القلب وما عندهش مشكلة في عضلة القلب دي أول إجابة على السؤال هل يعاني من مشكلة في القلب ولا بالمناسبة لما سألت مسؤولي النادي الأهلي أغترهم لا يطلع التقريب الطب اللي عامله سيريا سيريا السويدي ده والتقريب غلط قالوا لي ما احنا يعنيه هنعمل له كشف طب لما ييجي مصر طب ييجي مصر يمتى خلال يومين يا بكرة يا بعد وهيعمل له كشف طب تاني وهيعمل له كشف طب هناك وهيعمل له كشف طب تاني هنا عشان يتأكدوا 100% من سلابة اللعب بالمناسبة اللعب كان عنده 16 مباراة مع فريقه الموسم الماضي هو لعف يوم 14 فده سؤال سؤال تاني مهم جدا مهم جدا هل وصول وسام أبو علي للنادي الأهلي كمهاجم ده يعني رحيل أنتوني مودست الإجابة من النادي الأهلي أنتوني مودست نسبة 100% مكمل مع النادي الأهلي لنهاية عقده يعني لنهاية الموسم الحالي مش هيمشي في يناير تاني مودست مكمل مع النادي الأهلي لنهاية الموسم وصول اللعب وسام أبو علي ده لا يعني رحيل مودست دول كانوا أبرز سؤالين بعد الصفقة بالمناسبة انت جايب لعيب أوروبي خالص تاني يعني الأهلي كان جايب أنتوني مودست فرنسي وده أوروبي خالص ليه أوروبي خالص هو من أصول فلسطينية ولكنه مولود في الدنمرك وعايش في الدنمرك طول الوقت ولعب في أندية دنمركية فالموضوع بالنسبة للأهلي كان فيها مفاوضات صعبة جدا انه اللاعب كان عايز ياخد خطوات في أوروبا أكبر وكان عنده عرض في هولندا الرجل ده لما سألوه موسام أبو علي نفسك تلعب فين؟ قال أنا نفسي ألعب في ريال مدريد مش تفهموا العقلية بتاعته بعد شوية يكن معي محمد جمال وأيكلمكم كمان عشان على شوية كواليس وشوية أمور فنية عن اللاعب بس هو طموحه كبير ولعب مميز جدا كان أفضل لعب في فرقيته الموسم اللي فات خط جايزة أفضل لعب في فرقيته الموسم اللي فات أداء رعا وكبير جدا هجيب لكم شوية أرقام عنه بعد ما اخد المداخلة المهمة دي جدا مع ماركوس لندرجس ده صحفي سويدي وكان من أكتر الناس اللي بتتابع صفقة وسام أبو علي للنادي الآلي وكتب كثير الكواليس في هذه الصفقة نسأله أكتر عن كواليس إتمام الصفقة للنادي الآلي ماركوس مساء الخير مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 أهلا أهلا وسهلا بكم الأول عايزك تقول لي كواليس اللي انت تعرفها حول هذه الصفقة وانتقال وسام أبو علي للنادي الآلي ماركوس 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 أعتقد أن صفقة انتقال وسام هي صفقة جيدة هو لاعب رائع يستطيع أن يقوم بالكثير من المهام في الملعب هو رأس حربة ممتاز قادر على إحراز العديد من الأهداف من كل الزوايا كما رأيتم يتمتع بقوة هائلة لعيب سريع وقوي فبالتالي أعتقد أنها صفقة جيدة بسبب أنه قد أحرز بالفعل العديد من الأهداف من الأهداف السابقة أعتقد أنه أسلوب لعب وسام مناسب جدا لذلك أعتقد أنه سيكون إضافة ونجاح كبير لنادي الأهلي طيب أنا عايز سألك هل اللاعب كان لديها بعض العروض الأخرى غير النادي الأهلي خلال هذه الفترة؟ لا 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 في الفترة الأخيرة فقط كان لديها العرض الجاد الوحيد كان من النادي الأهلي طيب كلام كتير اتنشر الفترة اللي فاتت أنه اللاعب يعاني من مشكلة في القلب بسبب حادثة حصلت له في أحدى المباريات في الدوري الدنماركي سابقا هل اللاعب تعرض لأي مشكلة في السويد خلال فترة لعبه مع نادي السيريس؟ هل اللاعب بحسب معلوماتك عنده أي مشكلة في القلب؟ نعم ولكن ولكن كان هذا قبل مرحلة السويد كان منذ عاما منذ عام تقريبا أعتقد أنه أتى أتى بشكل سليم لعب ستة عشر مباراة أحرز عشرة أهداف أدى أداء مذهلا فبالتالي لا أعتقد لا أعتقد أنه يعاني من أي مشكلة كان هذا أمر قديم أنا متأكد من ذلك قراءة تصرحات لمدرب السيريس السويدي بيقول فيها أنه اللاعب كل أندية السويد ترغب في الضمه ولكن أنا لن نبيع اللاعب خلال هذه الفترة هل فعلا كان محل اهتمام لكثير من الأندية السويدية خلال هذه الفترة؟ نعم نعم هذا أمر صحيح منذ عدة أشهر مالمو السويدي عرض بالفعل أبدأ اهتمامه باللاعب وعرض أن يشتريه ولكن نادي سيريس أو مدير الرياضي لنادي سيريس صرح وقال أنه مرفوض ولن نقبل أن يخرج لاعب لأي نادي داخل السويد نقبل فقط أي عرض من خارج السويد فبالتالي لأن هذا يعتبر دعم للنادي المنافس لناديه التقرير الصحفية بتقول أنه بيع اللاعب لنادي الأهلي وسام أبو علي هي أغلى صفقة في تاريخ نادي السيريس السويدية هل الكلام ده صحيح أيضاً؟ لا ليست الأغلى على الإطلاق ولكن بالنسبة لسيريس نعم هي أكبر صفقة لسيريس هذا المقصود أنها أغلى صفقة لنادي سيريس هل عندك معلومات عن القيمة المالية لبيع اللاعب للنادي الأهلي؟ نعم القيمة هي 2 مليون يورو 2 مليون يورو هذه هي القيمة التي تفق عليها ماركوس لاتبرجس الصحفي السويدي المتابع لصفقة انتقال وسام أبو علي إلى نادي الأهلي أنا أشكره شكراً جزائع لهذه المدخلة وهذه التوضيحات نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة خلال أسبوع الجاري هيكون في جلسة بين أكرم توفيق لعب النادي الأهلي وخالد بي ومدير الكرة للتفاوض مع اللاعب حول مسألة تجديد عقده أكرم توفيق عقده هيخلص بنهاية الموسم القادم يعني يا نادي اللي جاي يعني العام القادم على طول يحق له التوقيع لأي نادي آخر فالنادي الأهلي متمسك ببقاء أكرم توفيق سواء أكرم توفيق كمل موجود في النادي الأهلي أو لا اليات الله أعرى اللي عايزة يعود معاها أكبر عدد من السنوات واستحق بكل تأكيد أكرم توفيق البقاء في النادي الأهلي يحكي حكاية بقى صلاح محسن صلاح محسن ده صدع في دماغ النادي الأهلي ليه؟ صلاح محسن رفض إنه يخرج في صفقة تبادلية في حكاية انتقال عمر كمال عبد الواحد ليه النادي الاهلي صلاح محسن من الاخر كده بيحاول ياخد استغناء من النادي الاهلي استغناء يعني يمشي ببلاش او يستنى لنهاية عقده ويبقى عقده خلص مع النادي الاهلي ويبقى مشي برضه ببلاش هو عنده عروض عنده عروض من فيوتشر وعنده عروض من سموحة هتقول لي طيب ما هو الاهلي عايز يودي فيوتشر لا اقول لي مش راضي لا صفقة يا بدولية مش هيتلع منها كسبان كتير صلاح محسن لكن لما يروح حر ببلاش لانه مش يدفع حاجة الفريق اللي هيروح له مش يدفع حاجة هو اللي هياخد الحاجات دي كلها يعني ما دم ما المودر نفيوتشر يدفع للنادي الاهلي لما ياخد صلاح محسن ببلاش هيتفع له اكيد عقد اكبر بكتير منه يكون اشتراه او حتى دخل في صفقة تبادلية بص حكيات صلاح محسن دي من اولاد الاخيرة غلط يعني فيها فيها تفاصيل يعني صلاح محسن مقصر جدا في حق نفسه بصراح كنا المفودي بقى في حتة تانية خالص يعني بس كلمنا في القصة دي كتير فمش عايزة تطول فيها يعني طيب مسؤوله نادي الزمالك انه اتفاقهم خلاص مع عبدالعزيز البلعوتي حارس مرمى امبي البلعوتي اعمل جلسة مع كابتن احمد سليمان اتفقوا خلالها على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد والبلعوتي هياخد ستة مليون جنيه سنويا وهيوقع على عقد لمدة تلت مواسم وبعد اعلان فتحة قيد الزمالك المتوقع ان شاء الله في منتصف الشهر الجاري هيتجه او الناس الزمالك هيتجه الى امبي عشان يدخل معاه في المفاوضات رسمية لانهاء التعاقد بشكل نهائي مع عبدالعزيز البلعوتي بالمناسبة الناس كتيرا ما تعرفش ان عبدالعزيز البلعوتي من ناشئين النادي الاهلي عبدالعزيز البلعوتي كان من الجيل اللي كان فيه محمود عبدالمنعم كهربا في النادي الاهلي واحد من ناشئين النادي الاهلي ده خبر يخص نادي الزمالك خبر اخر يخص نادي الزمالك وما خلال الايام اللي فاتت ابدأ غضبه الشديد من التقارير الصحفية اللي اشارت الى دخول نادي بيرامدس في مفاوضات لضمه ومحاولة التعاقد معه مجانا استغلالا لعدم تجديد عقده مع نادي الزمالك حتى الان اوباما تحدث مع المقربين منه بانه عايز يكمل مع نادي الزمالك وعايز يجدد مع نادي الزمالك والبقاء في صفوف الفريق خاصة انه اللاعب كان ظهر بشكل جيد خلال الفترة الاخيرة واي كلام حول مفاوضات مع بيرامدس فهتكون من خلال نادي الزمالك ده بحسب مصدر مقرب من اوباما دي حكاية النهاردة فيه كأس الرابطة الجولة الاولى بلدية المحلة فاز على سموحة واحد صفر محمد اميس يسجل الهدف الديئة السبعة عشر وفي مباراة اخرى فيه كأس الرابطة ايضا في الجولة الاولى الداخلية ده الهدف كنت لست بتكلم عليه مع حضراتكم مباراة بلدية المحلة واسموحة طيب ايضا مباراة اخرى مباراة الداخلية والاسماعيلي توجو او تونجي اموتشي سجل هدف الفوز ليه فريق فريق الداخلية على الاسماعيلي في الديئة واحد وتلاتين والاسماعيلي يعني يعاني ايضا فيه كأس الرابطة فيه اللي بيدي اخد بالك كأس الرابطة بطولة مهمة جدا لكل الفرق اللي بتشارك فيها عشان خاصة ما فيش اهلي وزمالك كمان فكل الفرق عايز تاخد بطولة وعايز تشارك في كأس السوبر للابطال فدي بتبقى فرصة عظيمة جدا مباراة اخرى فاس فيها للتحادسكنداريا على مودرن فيوتشر في كأس الرابطة خالي هندور سجل الهدف الوحيد في الديئة اتنين وخمسين لو الهدف معنا جماعة هاتو عشان عايز اعلق على حاجة مهمة جدا الهدف كان بخطأ واضح من جنش هو ده الهدف مش نجيبه الملخص بقى هاتو الهدف على طول ده الهدف النهاردة اللي جيه من خالي الغندور في جنش عبارة ما الهدف ييجي جنش من ساعة مقالة تصريح الشهير بتاعه انه زعلان انه ما رحش المنتخب ومتداي من فيتوريا انه ما خدوش المنتخب وانه لعيبة في المنتخب ما تستهلش تبقى موجودة يعني الصغر اللي تفكرينها دي كلها تمام والراجل يعاني يعاني حارس راس ماله التركيز راس ماله التركيز اول ما التركيز يروح تلاقي اخطاء من النوعية اللي بيغلطها جنش في الفترة الاخيرة حارس محترم طبعا وحارس مهم جدا بس هو اللي طلع نفسه برا تركيزه بنفسه بشكل غريب جدا يعني طيب بص الجل غريبة جدا غريبة جدا يعني إيه اللي تركيز ما لهاش حالة تاني يعني حارس غير جايد ما هو حارس جايد وحارس عنده خبرات وكابتل الفرقة فالهو ما ينفعش يخش في جل زي ده بس ده ساوه الوحيد تركيز اللي طلع نفسه بنفسه منه طيب دي حكاية معايا دلوقتي عبر زوم ودخل في منتهى الأهمية وحوار مهم جدا مع واحد من أهم محلل كرة القدم في العالم نجمي منشستر سيتي السابق والستر سيتي واحد من اللاعبين الرائعين جدا نين لينون معايا عبر زوم الآن يا فندم شرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري وسعيد جدا بتواجدك معنا في برنامج رقم عشر شكرا جزيلا على الصدفات تاريخ عظيم جدا في كرة القدم الإنجليزية وبالتأكيد مع نادي السلتك مدرب تاريخي لنادي السلتك عايزة تغل تواجدك معايا وسألك السؤال اللي بيشغل الصحافة الإنجليزية دلوقتي وبيشغل طبعا كرة القدم في العالم مدى تأسير غياب اللاعبين الأفارقة عن أنديتهم في الدولة الإنجليزية خلال كأس الأمم الأفريقية شايف التأسير هيكون قديا نعم أستطيع أن أقول أن اللاعبين الأفارقة لديهم تأثير كبير على الدورة الإنجليزية وخصوصا اللاعب مثل محمد صلاح لعب مهم جدا لنادي مثل ليفربول وغيابه سيؤثر كثيرا على الدوري الإنجليزي محمد صلاح والآن هو أفضل لعب ليفربول لمدة سنوات منذ مدة وليفربول يعتمد عليه بشكل كلي فأعتقد أن فصلاح صنع تاريخا كبيرا مع ليفربول فبالتالي والتأثير ليس فقط على ليفربول وإنما سيكون على كرة القدم الإنجليزية كما حدث مع ديدي دروكبا من قبل وأيضا ساديو ماني وأيضا رياض محرز فبالتالي هؤلاء اللاعبون حينما كانوا يغيبون عن الدوري الإنجليزي كانت هذه خسارة كبيرة أعتقد أن الأندية وكرة الإنجليزية تخسر كثيرا من مثل هذه البطولات بمناسبة ذكرك لمحمد صلاح كنت قرأت تصريح لك في الماضي أن محمد صلاح أكثر لاعب بيفكرك بليونيل ميسي هل الكلام ده كان صحيح؟ محمد صلاح هو من أنقى المواهب وأمهر اللاعبين في العالم هو لعب موهو وليس فقط على مستوى هذا العام على ليفربول وإنما لمدة ست سنوات من قبل هو يتحسن على العكس تماما هو يتحسن هو يحرز على العديد من الأهداف الكثير من الأهداف يتحلى بالحرية في الملعب بشكل انتام يؤدي بشكل رائع هو لعب كرة قدم ممتاز لديه شخصية كبيرة وتأثير كبير على الجمهور الإنجليزي أريد سألك كمان عن رأيك في المنافسة في الدول الإنجليزي هذا الموسم منافسة كبيرة جدا أرسنال ليفربول منشستر سيتي أستون فيلا كثير من الفرق تنافس على اللقب هذا الموسم رأيك كيف هذه المنافسة وتوقعاتك لمن يحسم هذا اللقب أعتقد مانشستر سيتي هو فريق قوي جدا في النصف الثاني من البطولة هو بدأ جيدا بدأ جاهزا لديه هالند عادة من الإصابة لديه ديبروين نادي أتحلى بالشخصية والجودة العالية ولديه أيضا مدير فني رائع وبالنسبة لليفربول يبدو جيدا على هذا الموسم ربما غياب محمد صلاح ربما سيؤثر على قوة ليفربول نعم هي خسارة كبيرة ولكن بالنسبة لي أن المنافسة ستنحسر بين ليفربول ومنشستر سيتي ربما بعض الأندية مثل أرسنل السنفيلة كما ذكرت أو توتنم ربما مانشستر رونيتد سيعود للمنافسة على الأربع الكبار ولكن بالنسبة لي ليفربول ومنشستر سيتي هما الذين سيحسمان اللقب في سراع خاص هذا الموسم بين محمد صلاح و هالند على رقب الهداف المنافسة مع هالند دايما هي منافسة صعبة جدا على رقب الهداف هل تتوقع أن محمد صلاح ممكن يحسمها في النهاية ولا هتقول لهالند في النهاية من الصعب أن نقول ذلك لأن كلا لعبين فمحمد صلاح لعب مميز خصوصاً أمام المرمى يحرز العيم الأهداف ليس مهاجم صريح كهالند ولكن خلال الست سنوات الماضية نفس بقوة علاقة بالهداف فبالتالي منافسة صعبة مع هالند نعم يحرز الأهداف بشكل سهل يحرز العديد من الأشكال من الأهداف المنافسة بين هالند وصلاح ستكون ستكون صعبة على أوجهها في هذه السنة أريد سألك بشكل عام بقى عن بطولة كل شوية تروح وتيجي هل هتنفذ هتقام ولا لا وهي بطولة السوبرليج هل أنت مع فكرة قامة بطولة السوبرليج البطولة اللي بيتبنىها طبعاً برولنتينو بيريز ولا أنت مش معها أعتقد أن في النهاية هذا الأمر سيكون متواجداً في المستقبل وستقام البطولة البريمير ليج الآن هو أكبر منافسة على مستوى الأندية الدوري الإسباني البوندس ليجا الدوري الفرنسي كل هذه منافسات كبيرة في أوروبا وربما البريمير ليج هو الأقوى ولكن ويحظى بالمنافسة الأعلى على المستوى الأوروبا ولكن كل هذه كل هذه البلاد ستتحد وستطلب بالمساواة بين الأندية والعدالة بين الأندية أعتقد أن هناك ليجب أن يكون هناك الكثير من المفاوضات والاتصالات بين الأندية خلال العشر أو خمسة عشر سنة القادمة لإرساء هذا المبدأ ومبدأ العدالة بين الأندية قبل إقامة السوبر ليج سوئي الأخير ليج خلال أيام قليلة تنترك بطولية كأس الأمم الأفريقية لو متابع جيد لكرة القدم الأفريقية في رأيك من المرشحين للفوز بهذه البطولة أتمنى بالحديث معكم أتمنى مصر أن تفوز بها ولكن ربما بعض الدول الأخرى تكون قوية كالمغرب والجزائر لديهم أيضا تاريخ قوي في الكرة الأفريقية أعتقد أن دول شمال الأفريقية لديها حظوظ الأكبر ربما ربما لم تكن مصر ستكون المغرب هي المؤهلة أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة كنت سعيد بها جدا هلستم كمليين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معايا كابتن محمد الحنفي الحكم الدولي الكبير خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينورني واحد من أهم الحكام المصريين حكا من الدولة كابتن الكبير كابتن محمد الحنفي كابتن محمد مشرف ونور سعيد جدا بتعجدك معي وكل سنة وحضرتك طيب وأنت طيب يا كابتن كريم وأنا اللي بتشرف بيك وبتشرف بوجودي معاك أخبارك كله تمام كله زي الفل أنا السؤال بسأله دايما في البداية لكل الحكام هل أنت زيك زينا راضي عن مستوى التحكيم في مصر فرحان من مستوى التحكيم في مصر شايف أن مستوى التحكيم في مصر مستوى جيد طيب أنا كنت قبل الهوى بس كنت نسيت أقول لحضرتك عايز بس أقدم العزاء اللعب نادي باتيم اللعب صغير في السن فرحات اسماعين توفى الله في مطش كورة في النادي وده كانت رسالة مهمة أوي أن الاهتمام بالإسعافات والاهتمام بالحاجات اللي هي تخص الحاجات اللي هي الإسعافات الأولية للعبين لأن دي مهمة جدا ما كانش فيه إسعافات كان فيه إسعافات بس ممكن الإسعافات ما تبقاش أنت عارف عارف عندك كم مطش ناشئين في اليوم ده لا يكون مثلا 500 مطش أنت عايز 500 عربية إسعاف فبتبع رسالة إسعاف موظون إسعافة مجهزة التجهيز الكامل اللي هي تلحق حالة صعبة حالة حرجة محتاج علاج فوري محتاج إجهزة إجهزة تنفس بسرعة ده قضاء ربنا وإحنا بنعزي باستغل البرنامج إن أنا عزي من هنا وربنا صبر أهلا وشكرا أنت قلت المرحوزة دي كمان مهمة جدا إنه ما ينفعش مباراة ناشيئين أو غير ناشيئين ما يكونش فيها الاهتمام الطب الكافي يعني ولسفات الأولى إحنا عندنا مشاكل كتيرة محتاجين نحلها بسرعة أنت أكيد بقى أنت عديت على كل الملاعب يعني فأنت شفت في مشاكل كتير محتاجين نحلها بسرعة طيب تاني تاني السؤال بقى حكيم في مصر هل أنت لو هتحطله درجة أو لو هتقيمه من بره يعني لو أنت بصيت من بره أنت جوايا أنا عارف بس لو بصيت من بره هل أنت شايف التحكيم في مصر ماشي بشكل كويس السنة دي ولا عمتا سؤال عمتا 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 بس التحكيم في مصر شأنه شأن أي حاجة في مصر الحكام في مصر محتاجين ياخدوا ثقة المسلوبة منهم إن السقة فعلا للحكام المصريين ما فيش الدعم القوي ليهم يعني إحنا ممكن نكون إعلاميا تطلع تلاقي الحكام في الإعلام في لا يقل في كل مباراة خمس ست استوديوهات ومش متاح للحكام يطلع يدافع عن نفسه ومش متاح للحكام ونطلع يتكلم لأن دي طبعا شروط الفيفا بتمنع ده طبعا ومفيش حد ممكن يطلع برضو الخروج للمسؤولين الكلام كتير عن التحكيم بيهاجم به بس ليه دايما الحكام دايما عندهم تحفظ فكرة التحليل التحكيم يعني ما حد يحلل حالاتهم احنا بنحلل برضو لعيبة الكورة يعني بيقول لعيب ده كويس أو مش كويس والمنازمة بمعظم الوقت اللعيبة كمال ما تقدرش تطلع تتكلم عشان الأدية بتاعتهم بترفض ده ايه المشكلة لما حد يطلع يقول والله النهاردة كابتن محمد عمل مباراة كويسة النهاردة عمل أربع خمس قرارات هايلين بس فيه قرار أو قارم ما كانش موفق فيهم ايه المشكلة في ده انه هو يطلع يتكلم اه قول لي الفيفا لا مش مكلم على الحكام ما على المحلل التحكيمي لما بيطلع يقيم مثلا كابتن محمد الحنفي يقول والله كابتن محمد الحنفي النهاردة عمل مباراة جيدة عمل أربع خمس حالات ممتازين جدا بس كان فيه حالة أو حالتين ما كانش موفق فيهم ايه اللي دائك كابتن محمد في هذا الامر ابدا ابدا هي القصة كلها هو الحكم اللي يدائق من النقض يبقى ده مش هيبقى حكم ايوه والعمر يبقى حكم بالضبط لا لا أنا ضد ده لأن انت فيه فرق بأنك انت بتنتقد حالة حكمية ايوه وفيه فرق ان انت بتنتقد شخصية ده غلط طبع ما تدخلش انا ما حسبش ما حسبش مثلا اللابة دي عشان هو ما حسبش اللي قبلها انا ضد ده انا ضد ان انت تدخل جوايا او تدخل جوا او حولي جامل الاهل او حولي جامل زمالك او حولي جامل الجماهير هو مرضيش يدي انزار هنا عشان لا ده انا ضده لكن انا مع انك تحلل حالة حكمية طبعا حالة حكمية جاية فانت هتقول هنا ركلة جزاء كان يجب انزار شكرا لكن هو ما حسبش هو فكر هو بتاع لا انا ضد المحلل اللي يتكلف بالترك بس هي دي اللي انا ضدها لكن انا مش ضد ابدا التحليل الفني طيب هل ده بيأثر عليكم انتو كحكم بيأثر في سكرة الحكم في نفسهم بيأثر ان هو بيضغط الحكم ومنازلين مباريات الارائل كتير دي بص هو هي بتردو بتعتمد بترجع للمسؤول اللجنة مسؤول اللجنة هو اللي بيقويك ومسؤول اللجنة هو اللي انت بتحس منه بايه يعني المسؤول اللجنة هو اللي يقولك ما تخافش ما يهمكش احنا معاك انت صح انت قرارك صح فتي خلاص انت هتشغل بالك ليه في التحليل لكن لو مسؤول اللجنة مشي مع مشي مع مع المحللين ومشي مع قراراتهم هي دي اللي ممكن بقى تحصل فيها الخلل عند الحكم هايل مسؤول التحكيم اللي اجانب اخبارهم ايه في القصة دي تعالى بكتين اجانب اشتغلت مع كرتنبرج وبريرا دلوقتي يعني كرتنبرج ماكملش برضو موسم ومستر فريرا برضو دلوقتي ست شهور اللي فاتوا وابداية الموسم سياسات مختلفة عند كل واحد حتى بدليل حتى مسؤول فريرا بيجي يتكلم يقول المدير الفني دايما يدي مثال للمدير الفني كل مدير الفني وليه طريقة بعض الحاجات نختلف معاه مثلا يقول انا مدير فني وانا ليه طريقة في الشغل فانا هتمشوا معايا بالطريقة اللي انا بشتغل بها حتى ادي مثال بمستر فريرا قالك هو هو مدير فني هو اللي يحط التشكيل هو المسؤول زي برضو انا مسؤول عن التحكيم انا اللي هحط السياسة بتاعتي وانت اللي تتبعها فاحنا ما عندناش مشكلة ان انت غصبا عنك انت رضيت ام ابيت مع اي مدير فني او اي رئيس لنك تحكيم بتليف النص لما بنختلف في القعدة يعني بنختلف نقول له والله كده احسن او كده ما ينفعش يعني بعض الحاجات بعض الحاجات اللي هي في اللي هي المهام بتاعتك كحكم كنا مثلا متعودين على حاجة معينة فقالك لا اللي انا اللي انا بقول لكم عليه ده اعملوا مش في القرارات في اسلوب جاري في التحركات في بعض الامور فقالك لا هي دي الطريقة اللي انا عايزكم تشتغلوا بها حلو الحكام المصريين استفادوا من التجربة التجربة الاجنبية في ادارة التحكيم في مصر استفادنا منها والله حتى دلوقتي الاستفادة لسه ما ظهرتش قوي يعني عشان برضو ما ظلمش مصر بريرا هو لسه ما اخدش الوقت الكافي لسه ما اخدش الوقت الكافي عشان انت يعني مثلا كابتن اصامها فتح ما كان موجود اشتغل لا يقل عن 6 سنين في اللجنة فترة طويلة وكان طبعا معاك كابتن واجي احمد ودكتور عزب وكانوا عاملين شغل كويس جدا جدا في الفترة دي فلا محتاج وقت عشان تحكم على التجربة لو حكمت دلوقتي وقلت لا يبقى انا كده مش باتكلم صح طيب في ناس او في رأي احكلمك على مستوى فريق الكورة هدي زي بريرا كده مثل بفريق الكورة في ناس يقولك ايه منتخم مصر ما يضربوش غير مدرب مصري في ناس تانيات تقولك لا المدرب لو عنده خبرواته اسمي كبير يضرب منتخم مصر عايز زي ما بيحصل لاته مع رويف فيتوري في ناس تانية بقى تقولك هو ليه لجنة الحكام اصلا يبقى فيها رئيس لجنة حكام اجنبش هل ده مفيد اكتر من المصري انت عيشت الاتنين هي عاملة زي عاملة زي المطش الاهلي والزمالي اه حات حكم اجنبي وراح دماغك اه فهمت فانت ساعات التفكير التفكير لما بيوصل لمرحلة اللي فيه تراشق جامد وفيه فيه ديء جامد في الكلام وفيه خناء جامد في الكلام بان بيرين المسؤولين فنجيب الاجنبي عشان نبقى احنا رايحنا دماغنا اه يعني الاجنبي برضو هيوفر عليك كلام كبير اه يبقى اصد انه مش رضي يكون مؤاهل اكتر من المصري بس بيلاح الدماغ لا 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 هي هي روحة الدماغ هي اكبر اكبر حاجة موجودة يعني طي انت بقى دلوقتي في التحكيم المصري مرتاح شفت السؤال الحلو ازاي وسهل ازاي كمحمد الحنفي كشخص انا كحاكم انا حاليا لا انا مش مبسوط لسه ليه بقى مش مبسوط لا مش كمحمد الحنفي انا بقى لي السنادي لسه محكمتش بسبب ان انا كنت مصاب في الاختبار اللاجل بدنية وان شاء الله لقى عادة في اخر الشهر انا بس بلعب فار بس الحد معيد الاختبار تاني فبمر بمرحلة انا متضايق فيها اتقل لك انك هتعيد الاختبار اه اتقل لنا عيد الاختبار عشان حكانا بي لما سألنا في لجنة الحكام ليه كابتن محمد الحنفي مبحكامش قالوا ان هو اخفق في الاختبارات البدنية معلوناش بالمناسبة كسوة ان انت كنت مصاب دي وبالتالي بريرا ودى للفار يعني قال خلاص كابتن محمد الحنفي في الفار واعتقد كان معك كابتن محمد الصباح على ما اتذكر هل في مشكلة ولا الموضوع ده هيخلص وان شوفك تاني لا ان شاء الله انا اخد وعد ان انا هاجري ان شاء الله عيد الاختبارتين المشكلة كانت اصابة اصابة انا اصابت ما كملتش الاختبار هم كانوا فاهمين ده هو هو اللي واجه اللي حطينها كانت ان انت رصابت مرتين انا ما جريتش مرتين انا جريت مرة واحدة اصلا انا جريت مرة واحدة انا في مرة انا ما روحتش اصلا ما روحتش الاختبار لانا كنت لسه بعالك فكان لسه ما كانش تم تأهلي فجريت الاختبار التاني ردت على الاصابة تاني. بعدها كلمت مع بريرة? كلمنا كتير وحصل نقاش كتير. والراجل بصراحة فهم الوضع ومعندوش مشكلة يعني ان انا اعيد لاختبار تاني. وقاعدة موجودك في القائمة الدولية دايك? القائمة الدولية خلاص هي رزق من عند ربنا وهي قدر زي ما اي شيء مقدر فبابه قفلت يعني. ماشي. انا ليه باسألك الاسئلة دي. عشان انت من الحكام اللي زي بيقولوا كده ايه? اسهمهم كانت خضرة. اللي هو طلع لفوق. فجأة وانت طلع لفوق. فجأة اه كابتن محمد الحنفي مش موجود في القائمة الدولية. مش موجود من بداية الموسم. وانت السهم طلع لفوق. يعني في تحسن في تحسن ومبارات كبيرة كثيرة. ليه? اه ان شاء الله اوعدك ان محمد الحنفي لما يرجع للملعب السهم يطلع يضرع فوق تاني. ما انت لا اش يعني. بس ارجع للملعب تاني. ترجع للملعب تاني. وانت ووصك من ده. اه اه. مش الان. فضل الله. طيب. في ناس يقولك والله في حكام عندنا هيلين جدا. وعندهم شخصية قوية جدا. وفي حكام تانية هما ممكن يكون عندهم المهارات والامكانيات. بس الشخصية ضعيفة في الضغوط. ما بيقدر ليش يتحملوا الضغوط. فهي دي مشكلة التحكيم في مصر مش مشكلة ان هو ما عندوش مهارات او امكانيات كبيرة. تتفق ام تختلف? انا بكلم اعلام كبير. اه. اه. والاعلام الكبير اه انت الاعلاميين ذات نفسهم عندهم الحتة دي. اه. ممكن يضغط عليه في اه في في خبر. اه. يقدر يقوله. اه. لا ما قدرش اقوله دلوقتي. لا اخليه فترة بعد ايه. اخليه فوقتي تاني. اه. ده موجود بيننا وبين بعض. احنا فيه فرقات ما بيننا كحكام. اه. ما قدرش اقولك بس يجب على الحكم ان هو الضغوطات ما تقصرش فيه. اه. ما يتقصرش باي ضغوط. هو ده الحكم. طب احسألك انت بلاش بشكل عام. هل انت في مرة وانت في مباراة عشو بتحصلش ازمة ما تحصلش مشكلة. اه. وانا بقول لك بشكل عام عشان ما حددش مباراة بعينها يعني. قلت والله. مباراة خلست. مش لازم احمل الاكشن ولا طرد ولا ضرب الجزاء ولا ازمة. فالموضوع يكبر وكيه كان المباراة خلصانة يعني. هل تعرضت الموقف زي ده. كنت سمعت قبل كده حوار كانوا عاملينه في انجلترا على سكاي سبورس كده مع حكام انجليز. بصراح هم اعترفوا يعني. قالك احنا والله في مباراة مش عارف عملنا فيها ايه. مباراة عملنا فيها ايه. ثم في انجلترا الدنيا عندهم اسهل شوية. هل انا ابقى اكداب لو لترك ما اصالش. اه. بس مش بالمعنى ده. ايه. اشرحوا لي بقى. هي. هي. اصلا بتعملش مع الحاكم الوابنة يا ادم. اه اه. لا هي كلمة مطاطة. هي كلمة مطاطة. انت هتمطها لحد فين. انا بمط الكلام ده لحد هنا. انت بتمطها مطة كبيرة. اه. هي بتختلف ما بيني وبين التفكير انت انت بتفكر بيه. انت حداك سؤالك دلوقتي. انت مطش مقهرب والدنيا مش عارف ايه تحسب. لا. لكن محسبش محسبش بيلن. محسبش راكل الجزاء. محسبش كارت احمر. محسبش. لا. ده انت ده قرار كبير. مالوش علاقة باللي انت بتقوله. اه. لكن انت ممكن اه. في يعني المانجمنت في نص الملعب. لعبة فيها تراشق وفيها. ممكن انت شايف ان الانتحامات دي تمشي. ممكن تصفر على لعبة للاتموسفير بتاع الجو المباراة عالي. فممكن بصفارة تتصفر في لعبة في نص الملعب. جنب خط التماس في الكرامل. لعبة مش مؤسرة. اه. ده وارد. فهم. لكن المؤسر ما تقدرش. لا لا لا. ما انفعش في كل الاحوال. اه. اه. كانت المباراة ظروفها بتاع. لا. انا ما اتكلمك عن شخص انا. انا ما اعرفش عامل الكلام. في في اراء مدربين. مدربين انت حديني تلقى يقولك ايه. والله بس مش كابتل محمد بس ايه حكم يعني. يقولك الله الحكم النهاردة كان بيحجمني. الكامل انت شبه انت بتقوله ده. اللي هو مش كهارات حاسمة صحيح وكهارات يعني فاصلة. بس كان بيحجمني. يعني ايه بيحجمني. هقولك. هو اه متوسط عدد الصفارات من غراه. اه. اه. يوم ما تزيد بتوصل الاربعين. خمسة واربعين. وانت طالع. اه. ده افهم ان هو الحكم كده بيصفر على كل حاجة. اللعيبة بترسب خطط. واللعيبة بتتضرب على خطط. الخطط دي محتاجة منك انت كحكم تساعدهم. تساعدهم في ايه. في انك انت تتواكب مع شغلهم. وتتواكب مع اسلوبهم في اللعب. بحيث ان هم يوصلوا للي هم عايزين يوصلوله. انت لما بتيجي تدي اتاحت فرصة. ويجي منه هدف. اكتر راحت بمبسوط الحكم. يعني فيه فاول. انت محسبتش. راحت اترافعت جد جون. انت بتنبس. ليه. انت بتقول انا اللي جبت الجون ده. مش انت اللي جبته للفرقة. لعنا كنت سبب ان الجون ده جي. فده بيفرح الحكم. ان انت 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 اديت اتاحت فرصة. جي منها هدف. صح. انت بتفرح. لان انت لو كنت صفرت على المخالفة دي. وما ديتش الاتاحت فانت مكنش الهدف جي. صح. فانت بتبقى انت. اثرت بشكل غير مباشر عندك المباراة. فالكلمة دي. الكلمة دي بترجع لاسلوبك انت التحكيم. اه. انت بتسيب مساحة للاتحامات. اه. انت دايما بتفكر في استمرية اللعب. ولا انت دايما بتفكر ان انت. دايما تصفر. صحيح. صفرتك مسابقاة. صحيح. فدي هي الفرقات بقى اللي انت حضرتك بتتكلم في. هي اه. الحكم محجمني. الحكم مش محجمني انا. هو محكم الفرقتين. اه. فدي دي موجودة. ليه الحكم المصري تحديدا. مش مقدر اوي هنا من جماهير. ما روشش عبية. بس احنا هنا كمسئولين في الكورة او حتى جميل لانه نقدر الحكم. بس نشوف الحكم المصري موجود في بطولات عربية كثيرة. موجود في كل البطولات الافرفرية. ان شاء الله بازن الله يبقى لنا حكام في كاس العالم. ليه يبقى مقدر جدا في الخارج وغير مقدر هنا. اه. انت جوا بقى جوا المطبخ. اش عايز اقولك. انت بتبقى عندك مطش مسلا. اه. اه. عندك مطش بكرة. اه. فالموقع بتكتب. انت عندك مطش الاهلي والاسماعيلي مسي. صح. اه. زمالك وبرومتس. اه. خش على الميديا كاتب ايه? ولا خش على التعليقات والنسبة المشاهدة قد ايه? والكلام اللي طالع قد ايه? ما ينفعش تخش تبص اصلا. طب حلوة دي. بالمناسبة. انت علاقتك ايه بالسوشال ميديا? علاقة حميمة. بتبص على التعليقات? لا قبل المطشات. قبل وبعد. لا ممكن بعد. ممكن بعد. اه. لكن قبل انسك. مستحية. ايه بعد مرة? بعد المباراة ده خلت بصيت. وقلت ليه كل ده ده? ده معبتش حغارات كبيرة جدا. كان بعد مباراة ايه? او موقف ايه? لقيت تعليقات كدت كلها غاضبة. رغم ان انت كنت متأكد. وكان فعلا القرار الصحيح. هم كنتش عامل اي ازمة. اه. مطش الاهلي والزمالك 2018. مطش الاهلي والزمالك 2018. كان من اصعب المطشات. كان وقتها اصلا الاهلي خد الدوري. مهم. والزمالك اه بيدور على حاجة يعملها او او يعني بيدور على ان هو ايه المطش ده بالنسباله اه بطولة. مهم. والاهلي داخل شوية. مرتاح. اه مرتاح شوية. كان المطش اه في المفروض ان هو ان هو. سهل. سهل. دوري خلصون. لدرجة ان انا قلت ال اه كان سعيدة عفصام عشور كابتل فريق هنا. وكان تقريبا نجي نشان. اه. فجيت قلت لهم يا جماعة عايزين ناخد صورة مع بعض. اه. مش كل فرقة تصور. احنا ناخد صورة. لعيب اهلي ولعيب زمالك. لعيب اهلي ولعيب زمالك. جميع. واحنا وسطكم. اه. حلو. 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 حلو الكلام. حلو سهل ايه والدنيا لطيف. نزلنا وخدنا الصورة وبتاعة. انا فاكري الصورة دي. ما فيش. اه. دي اتين بالزبط. ده الدرب اشتغل. الصورة ايه. اه. ده دي صورة. ده الصورة اللي هي اول دي اتين. جنش زق اه. السلية والسلية زق جنش. الدنيا قامت. الكلام ده في اول دي اتين. اه. دخيل بقى لنا من اول دي اتين. اه. من اول دي اتين والدنيا مولعة. اه. لأ ومفوض يعني ايه. المنطقي. لو ده كان في نص المطش او في اواخ المطش كنت هتدرو دي اتين. اترو دي اتنين وخلاص المطش مش هيكمة. ايوة بالزبط كده. انا انا بحط نفس مكانك. هنروح على طول. اه. عندنا ساعتين بقى نجيبهم اعلانات. لا وبعلش. وانا هطلع هنا اقول. يا كبت المحمد. يعني انت كنتش مش. انت اول دي اتين ما تخلي. روح القانون فينا. ما فيش بقى. لا هو المطش خلص. هو دايما بص يا كبت الكريم. دايما مطشات الكمة. هو تاريخ. اه. اللي بيالع مطشات الكمة يتعدوا على. صحة. المصريين. اه. المصريين. فانت انك لابت مطش الكمة وانتهى فيهو المطش انتهى. اه اللي هو ما ما اتلغاش. لكن. بس انت ما اتلغاش بك انت بطل. اصل. اه. ها. ده حكاية. اه يدقة. اه. بالمناسبة. المطشاط الاهل والزمالك تحديدا انا عايفني كل الحكام يحبو يحكمهم. management. طيب. 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 بس دايما بيبقى دك الضغط. انه انه جماهي الاهلي عايزة عايزة الحاكم طول الوقت يعني مش هقول مع الاهلي. بس يعني بأمنا كتز اول مع فريقته وحيمة تحديد عشان فيلقتين الأكبر جماهرين يعني. مين اللعيب؟ أو مين المدرب؟ أو مين الحد اللي كان قوة ما تنزي؟ أنا عايف أنت شخصية ظريفة مع اللعيبة أو المدربين. أنا عايف أنهم بيحبوه. بس مين قوة ما تنزي تقول له إيه؟ تعمل له كده؟ إيه دا النهاردة وخلي اليوم يعدي على خير. هو فيه لعيبة بعالجها نفسي. ما هضعش كابه أقولك إنه بالحب كده. وفيه لعيبة يعني إيه؟ كان فيه لعيب اسم أحمد أحمد عبرقوف أو أحمد رقوف. في الاهلة؟ مهاجم لأهلة أحمد رقوف. أحمد كان على طول يطلع فوقه في الهواء هو ما بيطلعش يلعب كورة. هو طالع عشان يدي كورة. لأنه العيب مهزب وجميل في العائل. جدا. فأحمد أقول له بص يا أحمد قبل ما نلعب هو. هتطلع فوق ما تشغلش دراعتك. يا كابت الحال في أنت مركز معي. أقول له يا ابني نعم مش مركز معاك. أنا جاي بس بحلي معاك قبل المطش يعني. تحكيه مقائي يعني. ده المنقذك. أه منقذك. عشان أصل أنا هركز على دراعك. أنا مش هبص فوق غير على دراعك. أنا مش هبص أنت لابد كورة الملاد. أنا هبص على دراعك. أنا في المبراهن بتاعتك مكتش بينطة أصل. فطبعا كان بقى بيطلع بيطلع بيطلع. فوق عالي جدا جدا وياخد الكورة. هو مش بيفكر في ده. برضو بسم مرسي من اللعوية اللعية اللعيب. الكورة فوق ما يطلعش. هو يروح يشوف كورها فين. ويروح يقف تحتيك. ففي لعيبة أنت بتبقى. كان دايما يقولوا طريق حامد لعيب كوي جدا. وليس سيمان كأن لعيب كوي جدا. التالتين مش موجودين خلاص في الدول مصر. بس كان دايما يقول لك إن الحكام بيتعابوا معاهم جدا. عشانه اللعيبة بتلعب بروح عالية جدا. مستوى طريق حامد طريق حامد هو يعني ايه. أنا بغرفت عامل معاه. زي برضو ما كان وليد سليمان وليد سليمان كان في الأناقل يدي في الأناقل يعني. فاهمني في الأهلي. وطريق كان فيه لعيب يسمى أيمان سعيد. طبعا. طبعا. فاكر أيمان سعيد. طبعا. كان أيمان سعيد ده. كان مثل يعمل فاولات فيها كارتة أحمر موطرتش. يوم ما طرد. يوم ما طرد في ماتش. ما كانش عمل حاجة. أصلا. آها يعني شبحان الله. يعني خلاص انتخذ لنعنه فكرة إن انت عملت انت عملت نصيبة. ما ما عملش حاجة. فإنت ساعات اللعيب بيعمل فاولات كتيرة بس ما بتوصلش. اللي انت تترده. في حكام. في حكام ما عافش انت منهم. ولا. لأ. لما الجهاز الفني بيقعد يعترض وبيعمل دوشة كده. ما يركس معاه. عشان ما يبدلتش رايح لهم. رايح جاي. انت من الحكام اللي بتديري الموضوع ده بالسياسة الزكية. ولا على طول بتحول تحسن الأمور من الأول. لا أنا ما بعرفش أسمع حد. وأشوف حد بيعترض اعتراك. تفج واسيبه. آه ما. ما بعرفش. ما عملش نفسي مستهمة. لا. في مدارس كده. آه أنا عارف. أنا عشكس أهمك. لا. في مد دارس كده يقولك. كأنك مستهمة. آه. طبعنا كنت قاعد بتفرج مرة على ماتش. كنت قاعد بتفرج مرة على ماتش. فحكم. آه جهاز فني اعترد عليه. اعترد جامد يعني. ما رحش. خلى الجهاز الفني التاني لما هو ما رحش. اعترد عليه اعترد جامد. آه. اعترد جامد برضو. ثلاثة اربعة آموا عليه. اللي قوم ده هو أنك انت مخدش قرار مع ده. آه فهمت. ما انت مخدش قرار مع ده. صح. او قال لك انت خلاص. انت كده كده بتخدش. فلما رح لد لما راح لده للتاني انت قال له شمال والناس يعلمه كده قال له ما الناس قامت 3-4 عامه عليه وما ما اتكلمتش فانت فيه توقيتات فيه توقيتات انت محتاج الأجانب مثلا ما انت بتشوف الأجانب الحاكم الرابع يوم يوريا ه هناك جنب الأجنبي يوم راه جنب المدرب يشرح له الحالة لزيزه لا انت هنا تعالى اشرح له الحالة المدرب المصري تعالى اشرح له الحالة وانت اوا في جنبه يا عم بدنيه قناش. يا عم يا راجل ازاي? ازاي بس انتو بتدفع عنه ومش عقفتت. فانت في حاجات بتحصل برا. لعنى الثقافات برا. ممكن تحصل معاك كلام. وفي حاجات احنا مش عقف نعملها. مفيش. في حاجات مش عقف نعملها. هتقولنا يا جماعة الحاجات اللي احنا عارضها دلوقتي. في حالتين قدام قدام. مش عايزك تعلق عليهم فنيا بس قولي الكواليس بتاعتهم ما بعد يعني. قولي يا جماعة اللقطة دي كانت في ايه? دي مباراة زمالك والسيراميكا كيلو باترا عشرين واحد وعشرين. اه دي كانت ضربة جزاء. اه. دي بعدها زمالك قرب من حاسم الدوري. اه. دي حكايتها بقى اللقطة دي. خلاص. خلاص. انت اللي هتحكي. اه. ما هيضربة جزاء يا جماعة. مش عارف من اللي جابة. حاتم. ايه? حاتم اللي جابة. حاتم ومبهيب بصلاة. حاتم. اه. اه. انا مش جاي تاني. اه. تفايناش على جاية حاتم. اه. بس ضربة جزاء. انا عارف حاتم عايزي. ضربة جزاء. عايزي حاتم. اصلا ليه جي من الحالة دي. اه. انه ساعتها عامل دوشة كبيرة جدا. ودي فرصة عشان ساعة مش عايزك. اه. انا كده هنقول رأينا. مش عايزك تعال عليها. بس في كتير قوي. وانا هكلمك بصراحة. اه. 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 افض تاني. يقول رأيي تاني. فالناس في النص. لوحشات ما الحاكم. انا ياسف. تهاجم الحاكم. ليه. موازل كانوا الرأيين اصلا. المحاولين المختلفين. يبقى الحاكم ده اصلا كمان ما يعرفش حاجة. انت بيبقى رضي فعلك في الامر ده ايه. هل حالات التحكمية دي. تستحق فكرة انه اه. نختلف عليها. بس. اه. انت اه. حالة تحكمية بتبقى وقتا المباراة. اه. الناس بتستند مطش يخلص. بيبدأ التراشق. صح. غلط. لا. معاه. لا. ضد. لحد ما يطلع. الخبير التحكيمي. لقناة كذا كذا. ليس هناك راكلة جزائي. قرحة كم سليم. مم. بقد النظر بقى هو صح. هو غلط. انت بتستند. للخبير التحكيمي. سين. قال كذا. انت بتستند لده. فانت خلاص. تقضي الامر. اه. لا يفتوى مالك في الدور. خلصت. صحيح. فانت بتبدأت. عشان كده. يمكن انت تساطر في الحتة دي بتطلع انت على طول. حبيبي. 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 انا عارف. انت ماشي معانا. انا عارف من الشوتين. اه. انا عارف. بس انا عايز اقول لك حاجة. انا الحمد الله الحمد الله كل الناس عارفة في الحكام يعني. انا من اكتر الناس في رقم عاش هنا انا وزمالي نسانت دايما الحكام يعني. عارف. عارف. طول وقت نيجي في الصف بتاع الحكام. مش الصف. ممكن نجي في الصف الجمهير. الجمهور دايما محبش الجمهور. فتعال يلا نهاجي من الحكام كلنا. انا لأ دايما ببقى مقدر عملكم جدا بصراحة. امتى مرة بعد ما خلصت المباراة قلت لأ انا مش هنزل الشرعة دنهارة. فيها فيها علاقة. اه. اقول لك. انا فيه مطش. انا محرقتش من ببيت تلات ايام. تلات ايام. او الله. انا من نوع اللي انا لما 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 يبقى عندي لعبة واغلط فيها. ما نمش. ما عرفش نام. اصل. والله ما عرف نام. عم زي القاضي اللي بيحكم حكم اللي قدر الله ما عرفش نام. انا ازاي شفت اللعبة دي كده. انا ازاي اللي انا حسابته ده. اه. وعندي قرارين. لو انا حسابت لعبة. اه. كان فيها حاجة وما حسبتهاش. احسن من انا احسب لعبة ماكنش فيها حاجة خلص واحسبها. قولي بقى امتى اليوم اللي ما نزلتش فيه. انا مش مش فاكر. كانت 3 أيام. والله 3 أيام. بس يموت سيئة انا مش فاكر. طيب. الهاني سليمان. حلوة. طلعوننا سويت الهاني سليمان. الهاني سليمان. دايماً انا عارف طريقته. فباروح له. اقول له بص يا انت عايز علاج. قوي قوي حاضر. بس المرة الجاية لما تقع. انت هتاخد انذار. يا امه. انت هتغير. يقول لي ايه? اقول له حاجة من اتنين. المرة الجاية. يا تاخد انذار لو قاتي تاني. يا امه معناها انك هتقع. معناها انك هتقع. حقيقي بقى. معنانك ايه? هتخرج. هتبدل لك اللي وقات تاني هيجي لك بالانزار. حلو. ما يوعش بقى. فانت واضح ما عامل اول. حلو ما خليتوش يفكر. خلال انا نخلص عامل هاني. حلو جد. انا فهمت ليه اللي اللي عيبة بتحبها يا كابتن محمد. بس كل ما اقول لك يقول لك كابتن محمد ظريف في الملعب. كابتن جمال غندور. كابتن جمال قيمة وقامة وتاريخ كبير. ولن يتكرر اسطورة في المجال التحكم انت تكرر. في مصر. كابتن جمال الاها بامم اوروبا. مس ايه ازاي? كابتن جمال ولا خبير تحكيم العيون ايه. والله يعني ان ما اخدش فرصته. ما اخدش فرصة كاملة ماخدش فرصة كاملة يعني كابتن جمال. اية اتمني يكون موجود طبع طبع. طبعا. صورة دي تاريخية طبع. صورة تاريخية. برضو حاتم احكيلي بقى الصورة دي الصورة دي هو انا اول واحد اتعمل عليها كوميكس كتير دي انا اول حكم اول حكم اشتغل بار كده اشتغل في البار في التلفزيون الصغير فالكابتن يا صام كان عامل التجربة دي اول مرة يعني عايز يدخل التجربة دي في التقنية دي طبعا مش تقنية فانا اقولت له يا كابتن ماشي انا اروح اعمل ايه قال لي هتروح هيتلاقي المخرج مجاهز لك كان اسمه ايه ده مش تلفزيون بيساموح مونتور اه هتروح هتلاقي مونتور جاهز طبعا عود فين يا كابتن انا هيجيبولك ترابيزة هيجيبولك ترابيزة وهتوع طبعا عود فين في الملعب قال لي المطش ده كان في ملعب العباسية الشرطة في العباسية قال لي هتوعود على هيقعدوك قلت له عود بين الدكتين يعني واللي عود فين ما انا مش عارف مكان قال لي يعني يا محمد خليك عليمين كده شوي اصلا قلت له ما تود لنا التربزة دي الناحية التانية ايوا بعيد عن الديكتين قال لك الكابلات مش هتوصل هناك فانت عاد وستيوم انا مش وستيوم قعدت على يمين الدكة المهم انا مش لقي حاجة مش لقي حاجة يعني كانت ساعتها الكابتن فاروق هو حاكم المطش كان تقريبا اسوان وطنطف حاجة زي كده فالمهم ايه مفيش حاجة في المطش فانا عايز اجيب الكابتن فاروق على قرار فانا عشان ايجي فاروق فاروق هيجيلي هيجيلي يقف لي هين يعني هيجي عند التربزة هيقف فانا بكلم فاروق في السماعات فاروق مستمعني اصلا مستمعني جابه تايم واقف لقد اهتله كابتن فاروق له والله يا العزق ايوة اولي خلينا نحط المطش ده هو هتقوم تدعكة محمد هزول انت بتحكتش قبل كده لا والله لا مراه في الكسة كملة كده ماانت فيش سماعات شغيلة السماعات مش شغيلة لو اعزم ده اللي ادي ينظام للعين يا كابتني أنا كنت بالصوت فأنا قدام 18 الله ده يا كابتن فاروق تعال قم جيه كابتن فاروق شافانا في المونتور مش شايف حاجة او ما شايفش حاجة كمان لما رجل. كابت محمد شرفت ونوارت. والله الحوار معك كان جميل جدا. انا بشكرك شكرا جزيلة اتمنى لك يا رب كل التوفيق. كل سنة انت طيب. انت طيب. حلسة مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيشرفني وينوارني. اصدقاء اعزاء نتكلم معهم في عديد من الامور شاب هيكل ومحمد عادل تحديدا كأس الوهم الافريقية والمجموعة الثالثة في كأس الوهم الافريقية. خليكم معكم. يا اعلم بحضراتكم مرة اخرى. زي ما قلت لكم احنا يوميا هنتكلم عن كأس الوهم الافريقية ومجموعات كأس الوهم الافريقية. شرفني وينوارني النهاردة للحديث عن المجموعة الثالثة تحديدا في كأس الوهم الافريقية. الزملاء العزاء محمد عادل وشهاب هيكل عادل منوار الدنيا. ازيك كريم عملي. اخبرك ايه? انا متشرف انا معك النهار. يا حبيب انا سعيد اكتر. حبيبي ربناك. شهاب اخبرك ايه? حبيب كريم كله تمام. كل حير. انا قلت المجموعة الثالثة بس يقول مفهود المجموعة التانية والتالت. مين يقول التانية ومين يقول التانية انا التانية معادي. انت التانية انا عبدأ بشهاب. طب. اش عامل التانية. طيب. عشان للأسف. للأسف وقت المحضرة سريع جدا 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 والمسافة دايئة جدا. فنبدأ على طول. قل للمجموعة التانية الاول فيها مين? وهتتكلم على مين تفصل. هي مجموعة منتخب مصر. احنا معنا كاف فيردي معنا منتخب غانا معنا منتخب موزنبيك. مباراة منتخب مصر بالترتيب كده اول ماتش مع موزنبيك. بعد كده منتخب غانا. واختام دور المجموعة هيبقى مع منتخب كاف فيردي. مجموعة يعتبر متوسطة فنيا بالنسبة لمنتخب مصر. قدرات كبيرة وفارق كبيرة لمنتخب مصر. طبعا ده نتيجة طبعا كل النتائج اللي ظهر بها التلات منتخبات اللي معنا في المجموعة بما فيه منتخب غانا اللي مش في أحسن حالاته. كذلك برضو منتخب موزنبيك. مش أحسن حاجة النهاردة بيتعادل مع بتصوانا سفر سفر مش أحسن حاجة حتى بتصوية كاس العالم كاسم مطش وخسر مطش من الجزائر منتخب موزنبيك اللي هو أول منتخب هنلعبه فلا يعني المجموعة يعتبر سهلة بالنسبة لمنتخب مصر يقدر أنه يتأهل من خلالها لدور الصدرة أكيد ده أمر منطقي بالنسبة غناء غناء بعيدة جدا يعني بعيدة حتى بتصوية كاس عالم ما كانت شي أحسن حاجة كذبة مباراة وغلبة مباراة تانية كانت قدام منتخب مدغشكر فأنت بتتكلم لا يعني لا منتخب غناء مش أحسن حاجة الورق الكتير اللي قد نمك ده فيه ده كلها كلام عن المنتخبات اللي موجودة معنا فأغلبهم يبقوا موجودين معنا على الشاشة انت فاهمني دي ممكن الجولة التالتة دي ممكن متشاب بتاعت المجموعة طيب تحديدا أول مباراة مباراة موزنبيك المباراة دي نالة من مين في موزنبيك يعني لو فيه علاقة ينفعن إلاهم الموزنبيك يعني جيني كاتومو ده لعب بسبورتينجليش بونا وعندهم ريناردو مادافا ده ظاهير أتليتكو مادريد طبعا بخلاف دومينجيز ده أكبر لعب في البطولة عنده 40 سنة ومازال موجود في تشكيلة منتخب موزنبيك وكان موجود حتى في النسخة الأخيرة اللي هم شاركوا فيها في 2010 وكان بالحظ برضو كان موجودين مع منتخب مصر في المجموعة وتأهلنا من خلالهم لدور ربع النائي ساعتها ممكن دي ممكن أبرز اللعيب اللي موجودين وبيشكلوا الكوة الهجومية لمنتخب موزنبيك منتخب مش قوي منتخب اللي إليك منتخب مصر بالشكل اللي احنا تعودنا به مع فيتوريا شكل هجومي النمط والرتم السابت لمنتخب مصر في ماتشاطه كلها بقالينا هوية وشكل مختلف باللعب بتاعك تقدر تتفوق على المنتخبات الثلاثة مش هتواجه مشاكل كتير جدا ولا مشاكل فنية ولا مشاكل حتى داخل الملعب أعتقد منتخب مصر تفوق بشكل كبير طيب ده كل الكلام على منتخب موزنبيك كابير دي منتخب برضو منتخبات المتوسطة يمكن فيه طفرة بدأت تظهر في منتخب رأسي أقدر الفترة اللي فاتت منقدر نقول ان هو زي وزي منتخب موزنبيك مش المنتخبات اللي تقلقك برضو عندهم تجربة وده أخيرة قد منتخب تونس بكرة يعني مش المنتخب برضو ان يزعج منتخب مصر أو اللي هو تبقى الآن منه أو ان هو يزعجك في دور المجموعات سواء قوم المنتخب مضبط نسبيا الفرقات مش كبيرة الفرقات مش كبيرة خالص بين المنتخبات الممكن دي الأرقام بتاعة المنتخبات وبعض المعلومات عن المنتخب نفسه نشارك بها الناس بحسب عندهم داتا أكتر عن المنتخبات اللي احنا نلعبها منتخب بشارك المرة التالتة في البطولة الأفريقية يعني مش دي المرة الرابعة بقى دي الرابعة يكون الرابعة بالنسبة لها شارك أبكالف 13 و15 والنسخة الأخيرة اللي كانت موجودة في الكاميرون مش المنتخبات اللي عندها قرس كبير في البطولات الأفريقية أنا شايف منتخب مصر يعني محظوظ بالمجموعة حتى بوجود منتخب غانا وهو مش في أحسن حالاته بغيابات كبيرة زي توماس بارت مش موجود نجم أرسنال وطريق لعنبات الباكاليمين بتاع برايتون فعندهم غيابات كتيرة أي نعم فيه لعاب عندها خبرات كتير زي أندري أيو جوردن أيو ومحمد كدوس فأنت بتتكلم حتى لو حتى في وجود اللعبة دي برضو لكن المنتخب غانا على مستوى الجماعي مش بيقدي أحسن حاجة وده اللي ممكن يخدم منتخب مصر ويحسن بطاقة التأهل من مباراة غانا اللي هي في الجولة التالية عظيم جدا عادل المجموعة الثالثة مجموعة الثالثة مجموعة الثالثة من المجموعة الحلوة المجموعة الممتعة المجموعة الواحد هيحب يتفرج عليها فيها منتخبين كوبار جدا طبعا منتخب السنغال المصنف الثاني أفريقيا في العالم طبعا بعد المغرب المصنف الأول ومنتخب الكاميرون والمصادفة البحثة السنغال والكاميرون اتقابلوا ما بعد ودي من كام شهر قبل القرعة وكان السنغال كسب الكاميرون وقتها 1-0 هم هيتقابلوا تاني في الجولة التانية إن شاء الله معهم بقى غينيا منتخب غينيا ومنتخب جانبيا منتخب جانبيا رغم أنه هو في التصنيف 126 على العالم وال35 على أفريقيا لكنه وعد جدا جدا من التلاتة الكبار في الكاف أوردز اللسه كانت من شهر كان مع منتخب المغرب ومنتخب السنغال فهو كان المنتخب التالت فهو جاي بخطة ثابتة للمرة التانية على التوالي بيتأهل للأفكن على مستوى منتخبات الناشئين والشباب ماشي بخطة ممتازة جدا لها في كاس عالم كان غير بقاله 15 سنة عن كاس العالم للشباب وشارك فيها النسخة الأخيرة فإحنا متوقعين لقاءات ممتازة جدا جدا كمان المجموعة تمتلك لعيب أكبار قوي 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 وليهم تقل في منتخبتهم لو نروح لمنتخب غينيا نقضى بالمناسبة غينيا كابت لعب نيجيريا ودي وغينيا كسبت 2-0 في غياب فيكتور آسمن وقدام بي سيرو المدير الفني لنيجيريا فعندنا لاعب هو واحد من الظواهر الموجودة في موسم 23-24 على مستوى البيج 5 ليجز أو الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هو سيرو جراسي سيرو جراسي هو مهاجم شتوتجرد هو صاحب المركز الثاني في سباق الهدفين بالنسبة للمنتخب البوندزليجا هو المهاجم الأساسي والرئيس لمنتخب غينيا أحرص 17 هدف هو المركز الثاني بعد هاري كين اللي جايب 21 هدف وكان لفترة كبيرة لولا بقى الاثنين هاتريك لهاري كين وربعا كان هو المتصدر لهداف البوندزليجا لو معنا حالات معنا حالات سيرو جراسي هو راجل مهاجم بمعنى الكلمة يعني راجل خطف راجل هداف لكن في بص هنا تحركاته كلها في التلت الأخير وجوه منطقة 18 لكن عنده ميزة مهمة جدا جدا ودي بيتميز بها مهاجمين رقم 9 هو اللينكوب اللينكوب ما بين الخطوط مع بعض بص هنا بيسلم هنا على طول اللاعب المنترك من نص الملعب هو اللي بيسلمه هو اللي بيصنع هو مش مجرد محرز الاهداف لا كمان هو بيصنع بياخد الكرة وعنده كنترول ممتاز جدا على الكرة بيرسل بمنتهى السهولة واليسر ليه الوينج اليمين الوينج الشمال المنطلق في الهاف سبيسيز هنا المباراة قدام منتخب مصر المباراة اللي كانت في المغرب وانتهت 2-1 لمنتخب مصر وهو اللي كان أحرز الهدى في منتخب مصر ازاي بيتخلص من الكرة وبيبدأ هاجمة للمنتخب الغني فدي ميزة كبيرة لسيرو جيراسي مهاجم ممتاز جدا مش على مستوى التهديف بس لا على مستوى الربط كمان ما بين خط الوسط وخط الهجوم فهو واحد من الأسماء المتوقعة ظهورها بشكل ممتاز مين تاني اولا 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 خلينا سألك سؤال بشكل أوضح مين في المجموعة دي التوقع صعوده هل المنتخبين الكبار السنغال والكاميرون ولا ممكن جانب يتعمل مفاجأ او جانب يعملوا مفاجأة والله اولا المتوقع السنغال هتكون في المركز الاول الكاميرون فيها مشكلة وحتى الناس كنت بتتكلم عليها ان في اخر عشر مباريات ريجي بورسونج لعب بعشر تشكيلات مختلفة ده اولا ثانيا موضوع اندريونانا ده موضوع غريب جدا جدا ان هو يستنى لغاية يوم 14 لغاية مددية المطلوبة مع ويجل وهايلعب ودهان تاتنم كمان في البرامير ليج ويجي تاني يوم ده موضوع غريب جدا 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 اولا كان ليه موقف كمان مع الكاميرونانا وتحس انهم بردها لهم هم كانوا سبق وهم كانوا يتسببون يعني ان اعتزالوا دوليا فهو بيردالهم بالضبط والله كمان ده بالمشاركة كمان مع منشستر ينايتد لانه ما عندوش الحارس التاني اللي يقدر يقف في مباريات البرامير ليج انا متوقع بالسنغال والكاميرون مع خناقة بينه وبين غينيا لان غينيا فريق محترم جدا جدا بيمتلك لعيبة كبار جدا جدا محترد يا خابي مع نابي كيتا مع اكتر من لعب ممتاز منتخب جانبيا بقى عنده لعب ممتاز جدا اسمه سيساي اسمه سيساي ده بيلعب هو ومهاجم الكاميرون النكو ده الاتنين بيلعبوا في دمك واحد ليفت وينجر والتاني راس حربة الاتنين شغالين بشكل ممتاز جدا نكو ده الليفت وينجر ده تالت هداف في الدولي السعودي فاحنا عندنا في المجموعة يعني الشهد في الامر عندنا اكتر من لعب ممتاز والمجموعة حلوة جدا مبارياتها كلها ممتعة اعتقد ان غينيا وجنبيا ممكن يوقعوا بعض بسبب التقارب اللي هيحصل ما بينهم في المجموعة لاني بيبقى فيه احسن تولد معتقدش ان احسن تولد هيجي من المجموعة دي بالذات علي انا بشكرك شهب بشكرك وبعتزلكم تلكين والله بس النهاردة دي الوقت غصبا عني وشكرا للمبوتكم والله وتشرفكم لاي شكرا للمشكرك شهب بشكرك هلسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد جمال معا كلام مهم جدا عن وسامة ابو علي مهاجم النادي الاهلي الجديد خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى اشرفني ونورني في هذه الفقرة زمالنا العزيز محمد جمال محلل رقم عشرة جيمي بنور الدنيا حبيب يا كم اخبارك ايه بص اجماعنا اقول لكم بصراحة جيمي ما كانش مقدر له ان يكون دي في النهاردة كلمته وطولة دي بتبقى موجود النهاردة ولازم موجود النهاردة عشان ياخد حقه الراجل دا كان معايا من اسبوع وقال نصا كده قال لي صفقة وسام ابو علي لعب الفلسطيني هيتم حسمها بشكل رسمي يوم تمانية يناير وقد كان انا ما ظنش انا دايما ما بدي عيش ان احنا ننفرد واخبار حسيني محبش الجمال دي دايما يعني كل الناس بتكتغل كل الناس بتشتغل بس هو اكتر واحد قالت قول الفاصل في هذه الصفقة كان لازم ياخد حقه وهو موجود على الهوى بصراحة يعني حبيب يا كيمي اشكرك طبعا وده شغل البرنامج كله شغل الناس يعني مش مش شغلنا حبيب انا عايزت بتكلامي معلش ستا لسه هتقول كلام حلو بس ستا انا عايزت بتكلامي شوفوا جيمي قال ايه ونرجع نسمع جيمي بقى تفصينا عن اللاعب خليكم معنا ليه الدنيا ويقفت دلوقتي بسبب الاعيات والراجل قال لي احنا جونسون ادرستروم قال لي مش هنشوف اي حاجة ولا هناخد اي قرار ولا هنتكلم في اي حاجة الا يوم الا يوم تمانية تمانية يناير بعد نهاية الاعيات تمانية يناير فما فيش اي حاجة من هنا لحد تمانية يناير فيما يخص النادي تعروح لللاعب بقى ووسام أبو علي وعلى مسئوليت ووسام أبو علي ووسام أبو علي موقع موقع عقود انتقالوا للنادي الاهلي الكترونيا من عشرة ايام لا ما تهزرش موقع عقود انتقالوا للنادي الاهلي مدة اربع سنوات ونصف الكترونيا وانا عشان راجل طيب بقوله لا ما تهزرش تلع الراجل فعلا ما بيهزرش يا جماعة الشيء ما كنتش بتهزر بروع عليك لا يعني حاولنا قدر الامكان والراجل يمكن هي دي ميزة بس للناس برا انه يا بيقولك معلومة يا بيقولك مش علق يعني هما دي الميزة دايما عشان كنا دايما بنحاول احنا عندنا احيان بيوديك يقولك فيه لا ما فيش احييوديك والوقع لا كتير روح يجري وانت اه لا فيه لا ما فيش ويكونوا بيتحرك في التجاه التاني وحقوا يعني لكن احنا بنحاول علشان دي ما انت قلت ايه قولي المعلومة يا ملهاش بنحاول نتحرد دقة ان احنا نروح لأكتر من مصدر دايما علشان نحاول قدر المستطاع بنكتهد يعني ان احنا نحاول نجيب المعلومة قولي بقى على طول احنا لأسف انت عارف احنا مانا خمس دايق ما كواليس التصم كواليس امكانيات الفنية هيفيد الاهل ازاي شوف كل حاجة عايزك تقول هاي في خمس دايق طيب انا خلصتهم دي بقى طيب في بعض الحاجات طبعا للمصدر وعلشان مصلحة اللاعب علشان مصلحة النادي علشان مصلحة فريقه والاصلي ما بنكشفش عنها في وقتها بيمكن من ضمن الحاجات اللي احنا ما قلناش في وقتها بقى قلتلك فيه بجملة ممكن كانت في بقية الفيديو لكن اللي دي قلوقت يعني عرضنا الاربعين ثانية والخمسة واربعين ثانية انه قلتلك ان الملف ده الاهل شغال عليه من اربعين يوم قلت اربعين يوم تحديدا يعني النهاردة في التصريح الرسمي بتاع مدير التعاقدات النادي الاهل امير توفيق قال احنا شغالين بقالنا شهر ونص على على اللعيب لجنة السكاوت عرضته على الناس القصة خلصت وافقه في الاهل طب ايه بقى التفاصيل المهمة اللي بقية واللي كان شوية المصدر بيتحفظ على ذكرها في حينه رقم واحد اللعيب ما كانش عنده باسبور فلسطيني اللعيب خلص الباسبور الفلسطيني ده اللعيب خلص يوم 12 ديسمبر بعدين كل ده الراجل خلص الباسبور الفلسطيني عشان يوقع في النادي الاهلي فكانت رغبة اللاعب الشديدة انه هو يوقع في النادي الاهلي وفي ظل الاحداث لا ليش معلومة مسلنة بيها عشان الناس بعض الناس عرفها بس فيه ناس برضو مش عارفها ليه لازم الباسبور الفلسطيني علشان يعامل كلاعب مصري علشان الاهلي عنده عدد اجانب مكتمل فلازم يجيب لعيب فلسطيني وعمل معاملة اللعيب المصري فهو لعيب فلسطيني دينماركي لكن كان مع الباسبور دينماركي بس الاهلي بعدها باسبوع يوم 20 تقريبا كنا احنا موجدين هنا في نهاية شهر ديسمبر كريم وترك من 10 تيام وقع بعدها باسبوع اللعيب وقع على عقود انتقاله النادي الاهلي قبل حتى ما يتم الحسم بعدين دخلوا فيه مفاوضات كتير جدا مع فريقه والقصة راحت جاية وفضلة الأرقام نروح للأرقام بقى ماشي القصة كانت كالتالي القصة كلها انه عرض النادي الاهلي كلها كانت مفاوضات شفاهية ما كانش فيه الاهلي ما بعتش أفر وترفض لكن كلها كانت مفاوضات تعرف دايما النادي الاهلي ما بيبعاتش عرض رسمي اللي ما بيتم حسم الأمر الشكلية أو الشفاهية التفاوضية فالرقم كالتالي وتفاصيله يمكن لأول مرة التفاصيل ده تقال يا كريم حتى ممكن النادي أهلي لم يعلن عنها قال أهل اللعيب خلص لكن لم يعلن عنها رقم واحد اللعيب النادي هيتقاضى مليون وتمنمائة ألف يورو هيقصمه مناصفة النص الأولاني هيدفع مباشرة بعد اكتياز اللعب لكشف الطب في القاهرة اللي هنجيله النقطة اللي جايبة على طول النص التاني هيتم سداد المتبقي تقريبا مئة ألف دولار كل ثلاث شهور مئة ألف دولار يعني الأهلي هيسدد باقي السابقة على سنتين وده كان من ضمن المرونة اللي كانت موجودة عند النادي واللي ساهم فيها اللاعب من رغبته في النواة تواجد في النادي الأهلي وطبعا هو أكبر رقم للاعب يتباع من فريقه وهو تاني أعلى لعب كلمة تسوقية داخل الفريق الرقم ده كان أعلى لعب يباع بمليون وثلتمائة ألف مليون وثمينمائة ألف ده أعلى رقم يتباع بيه لعيب من نادي سيريس سويدي لأي نادي سواء داخل أو خارج السويد اللاعب نفسه هيتقاضى عشان بس نقطة دي هقف عندها عشر ثواني الناس بتتكلم دايما الأرقام ليه بتتفاوت حتى لو المعلومة صحة فهي يقولك الحوافز اللي هتحطى للعب بالمناسبة من ضمن الحوافز دي في بعض الحوافز تم إضافتها عشان ناس تقول مليون دولار إضافتها من العام التاني عقده مكتوب فيه مثلا في العام التاني في بطولة خمسة وعشرين إن الأهل اللي أخذ كسرها من داي مثلا يعني هياخد رقم معين طب ده لسه في خمسة وعشرين يعني لسه في السنة التانية بعد مرور سنة ونص وعادة هدف معينة وعادة مشاركات معينة على فجأة ده بيحصل كسير من اللعيبة في التعاقدات في العالم دلوقتي طبعا طبعا لازم يتحط في حوافز طب الرقم السابت دائم هنتكلم عن الرقم السابت اللي يلعب كرا كرا هياخده هياخد ستمائة ألف دولار لعب ياخد في إيده فيه حوافز توصله المليون دولار لكن الرقم السابت في إيده هو ستمائة ألف دولار ده اللي اللعيب هيتقضى في موسمه الأول يعني الموسم القادم ودلوقتي فيه نص موسم باتكلم عن الموسم اللي جاي 600 ألف دولار ده الراتب السنوي والنص ده يا رب بناشه والنص ده هياخد 350 ألف دولار عظيم توصل 400 لأن الأهلي بقالوا اتبع سنة وده ممكن من أول مرة نقول الكلام ده اتبع سنة جديدة أنه قبل كده كان الأهلي بيطلع للوكيل الرقم من خزينة النادي الأهلي لازم تقول لي حكاية القلب حكاية الكورونا حكاية الكورونا اللي عاملة لغة كبيرة جدا 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 نعرض فيه صورتين هنعرضهم ده تقرير الاتحاد الدولي بعد فترة الكورونا معدت عن أي لعيبة اللي بيجي لها مضاعفات ما بعد الكورونا هنعرض الصورة الأولانية اللعيب الأصيب فيه عام 21 في سنة 21 وسام أبو علي طلع بوزنة في كورونا سنة 21 الصورة اللي بعديها على طول ده يا كريم اللي بيخلي اللعيب بيتشخص ده ده متاخد من تقرير الاتحاد الدولي لجنة طبية في الاتحاد الدولي اللعيبة ليه بتتشخص ان عندها ممكن ان거든요 عندها مشكل في القلب وعندها مشكل في التنفس او عندها مشكل في غيره لان المعدلات اللي بتتحسب على غيره وعشان مندخلش النسي في مصطلحات طبية يعني المعدلات اللي بتتحسب على قدرته على التنفس وبذل المجهود بتتحسب له وبتعمل له ايكو او او جهاز لقياس ضربات القلب او معدلات القلب ب Metallicill Incellb for hisму telepатиعمل وفي الر inspire وفي الرسم بيتعمله فكل النسب دي اعمالة بايزيد. در الرازم الباني عشان ما نصدعش الناس يعني الرسم الباني عمال بيزيد وده بالنسبة ليه قدرة على التنفس ومارسل بيتعمل له الهارت ريت او معدلات الضربات القلب او معدلات القلب عاملة ازاي بتلاقي ان الارقام كلها بتزيد طب ده المدة قد ايه ودي النقطة المهمة والشاهد في الامر كله مدة سنة اللعيبة لما قاسوا كل اللعيبة اللي جاء لهم كورونا او معظم اللعيبة جاء لهم كورونا اخدوا التقارير بتاعتها من التحداتها لقوا ان اللعبة دي بتقعد تعاني نوعا ما سواء كتير او ليل لمدة موسم كامل طيب هاتي السورة اللي بعدها على طول عارف انت الوقت بيجري منك ده دي المشاكل اللي الناس كلامت عليها سواء مشاكل في القلب او مشاكل في التنفس كانت في سبتمبر واحد وعشرين وفبراير اتنين وعشرين روح للسورة اللي بعدها على طول طب نشوف بقى ما بعد الفترة دي اللعيب لعب قد ايه دي المبارات اللعيب اللعبها الراجل اللعب في توتل تلاتة وعشرين سنة تلاتة وعشرين خمسين مباراة لعب في تلاتة وعشرين خمسين مباراة فبقى ما اكيد اللعيب ما عندهش مشكلة وهو هتدفر ايه تو روح السورة اللي بعدها على طول السورة اللي بعدها على طول دي كل المباريات عشان ناس تتكلم دي كل المبارات اللي عبها اللي عبها في اتنين وعشرين وتلاتة عشرين روح السورة اللي بعدها على طول اخر مباراة هتيجا السورة اللي في المباراة روح كمان تالت تالت سورة اخر مباراة لعبها يا كريم لا ارجع معلاش اخر مباراة لعبها كانت يوم تلاتة وعشرين نوفمبر سجل هدفين تلاتة وعشرين نوفمبر الجاري يعني من من اقل من شهر ونص اخر ولما الاهل التاري يخش معافة المفاوضات تلاتة وعشرين نوفمبر الجاري الراجل سجل هدفين في اخر مباراة ده تلاتين اكتوبر اخر سورة في سورة بعدها المباراة رقم تسعة عشرين الراجل لعب تسعة وعشرين مباراة فيما يخص فريق الحالي. اخر حاجة بقى يا كريم في دقيقتين. وبعدين يبقى لينا. اه. في دقيقة. في دقيقة. عشان احنا. نتكلم. لا نتكلم على العيب. اه فنية لمدة دقيقة. ويبقى لينا قاعدة تانية. ان شاء الله. نتكلم على العيب تفصيليا. اه. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. العيب بيلعب سنتر فروت. الاهل من ترجع سنتر فروت. عشان اتكلم كتير انه بتحرك برا السندوق. السورة اللي بعدها على طول. نتكلم على حالتين اتنين. فاربع سور. الراجل يا كريم. تحركاته جوال تمنتاشر. هو خليط ما بين مودست وكهرباء. ليه? لانه لا. الراجل السنة دي صانع سبعتاشر فرصة. محققة لزميله. وهو راجل فروت. راجل سترايكر صريح. بيلعب جوال بوكس. اتنين. هو هداف الموسم الماضي. فيما يتعلق بضربات الرأس داخل الدورة السويدي. اعلى لاعب. سجل. سجل اربع اهداف من دربات رأس. هو اعلى لاعب في الدور السويدي بالكامل. فهو مهاجم صريح روح للسورة اللي بعدها على طول. اه بتحركاته جوال تمنتاشر كيف تركه هو خليط. هو لعب خفيف الحركة. بياخد ده من الخطوطين او التلاتة جوال تمنتاشر. وبيشتغل مع المجموعة كرة اللي بعدها هتلاقي بيسجل هدف من الجناح السورتين اللي بعدها هم على طول. هتلاقي بيسجل هدف من حناك. تحركاته دايما لكن بياخد الخطوة دايما قبل المدافع. شكرا قلتلك هو خليط ما بين مودست وخليط ما بين كهربا. لان راجل يجيد دربات الرأس. هو مركزه او الشغل اللي بيشتغل كله جوال تمنتاشر. واخيرا يجيد الحركة واللعب مع زميله فهو شبيه بكهربا. علشان كرا قلتلك هو خليط ما بين الاتنين. وهياجد فيه مارسي الكولر ضلته بكل حال من الاحوال. لانه يقدر يشغلو كده. ويقدر يشغلوك. توقع صفقة نكحة. بإذن الله صفقة نكحة. لعيب عنده 24 سنة. وانا عارف ان معاكش وقت. لكن التقريب اللي احنا كنا تكلمنا علي بتاع الكورونا من شوية. الناس كلها بتتكلم. سنة دي اللي عدت التلاتين. فهو رجل 24 سنة تعافى وسالين مليون في المية. والاهل عمل له كشف طبي دقيق جدا جدا. كامل. وظن الناس تفتكر صفقة عزي عقوبو. الموسم الماضي كان عندهم شك. ولو بسيط. وراجل توقع له النجاح. بشكل كامل مع النادي. اشكرك عشان حاجتين. اشكرك. اشكرك مرة اخرى ان انت انفردت بالخبر ده. اشكرك. اشكرك تاني حاجة ان انت سريع جدا انت بتتكلم. اشكرك. 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 اشكرك جزيلا. لا عادة تاني عشان تكلمني. بإذن الله. اشكرك كريم. اشكرك شكرا جزيلا. ختم حاليتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شوفكم يا رب. على الان.